أتذكر كنت في أسبانيا بكل وقت كان في صديق إحناك وقال لي ترى هذا الرجالي بيشوفك وبيجي مخصوص يعني عشان يقابلك تلاحية جاء يوم جاني قال لي هذا العمل لازم يوقف كيف؟ قال لي أبدا هذا العمل مرفوض تماما من المؤسسة الدينية قاطبة وراح يجتمع مجلس أو هيئة كبار العلمة وراح يسترون بيان والعمل بيوقف أحسن لك وقف من عندك قلت لا طيب بيسترع على فكرة ترى قطر مشاركينا بالعمل ترى إذا وقفتهم بيعرضونا يعني قال لي يعرضون القطر ولا تعرضه المنحطة عن بيسي هذا سقرار من إذاعة الثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ وليد آل إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة قناة أم بي سي أو مجموعة أم بي سي تكلمنا في الحلقة عن توثيق تاريخي لهذه المجموعة الإعلامية الرائدة في العالم العربي من التسعينات مرحلة لندن وتحدياتها والدعم الحكومي والامتشار العربي إلى مرحلة دبي والتوسع في القنوات من قنة واحدة إلى أكثر من عشرين قنات والدخول لعالم المنصات على الإنترنت ودخول القنوات الرياضية ثم التعثر والخروج من هذا القطاع إلى تأسيس قناء إخبارية بكل ما في ذلك من كواليس واجتماعات مع الزعماء العرب وأحداث مثيرة جدا في هذه المرحلة ثم انتهينا بمرحلة رؤية سعودية عشرين ثلاثين المرحلة القادمة في مجموعة أم بي سي الشراكات مع نيوم مع القدية مع حيئة الترفيه التحول اللي تعيش السعودية كيف يخدم أم بي سي وكيف أم بي سي تخدمه وهذا اللقاء صور اليوم في مقر أم بي سي في الرياض بعد ثلاثين سنة من وجود هذه القناة خارج السعودية أترككم مع الحوار حياك أبو خارج شرفتنا وردتنا أخيرا قناة السعودية رجعت السعودية نحن قاعدين نصور من مقر أم بي سي الجديد فمنزل مبارك أو مكتب مبارك نقول الله يبارك فيك حلم الحمد لله هدنا موجودين في الحيئة الدبلماسية في الرياض بعد ثلاثين سنة نعم وهذه يمكن أهم جزء من حلقة اليوم أبو خالد أننا نبقى نعرف قصة الثلاثين سنة هذه الرحلة اللي أدت إلى خلق أمبراطورية إعلامية كبيرة ورائدة وفيها كثير من المحطات الجوهرية فخلينا أبدأ وقول وش يخلي رجل مثلك من أسرة قد لا تحتاج تدخل الإعلام يدخل هالعالم صدفة بحتة والله شلون يعني أنا تخرجت من أمريكا وفتحت مكتب في الرياض ما دلوش بسوي ما كان في عندي أي صور هذا 86-25 شاركت أنا وإخواني كان سعود وماجد ومحمد إحنا الأربعة قررنا أن نعمل شركة ونشوف يعني ذلك الوقت طبعا كان فيه طفرة الثمانينات بداية الثمانينات وكان نسمع دائما ما شاء الله الناس يعني تشتغل والدولة كانت فاتحة المجال للشباب السعودي فكان عندي خياري إما تروح تشتغل في أحد القطاعات الحكومية أو الشركات تتابع الحكومة أو أنك تروح تحاول أنك تعمل شي فإحنا قررنا أنه أنا بتولى هذه الجزئية اللي هي حاولت أن نعمل بيزنس فكانت مرحلة الأولى مرحلة فقط يعني دراسة استكشاف إيه استكشاف هو ما كان الإعلام جزء من الخطة أصلا أبدا أبدا بس ما كان فيه شيء يعني واضح ومحدد أساسا يعني بالصدفة كان فيه صديق قال لي على مخرج سعودي قال فيه عنده فكرة مسلسل وسلسل بيسوونه مع ممثل لبناني قديم اسمه رشيد أعلامة وهذا أنا كنت أحبه يعني من أيام التلفزيون الأبيض والسود هو يعمل أعمال بالعربية الفصحة أعمال تاريخية الأصمعي وما الأصمع ويعمل كمان كانوا يعملون حتى مسلسلات مودرن بس بالفصحة برضه يعني ليش بالفصحة أعتقد كان الهدف منها التوزيع لأن اللهجة اللبنانية يمكن يخافون أن بعض القنوات أو بعض الدول ما تأخذها فيحطونا بالفصحة يضمنون أنه تتوزع على أكبر عدد من قنوات الدول من الدول لذلك الوقت ما فيه قنوات فيه كلها دول يعني تلفزيونات تابعة لوزارات الإعلام الحكومية فجأني أنا طبعا يعني ما أخرت الموضوع بجدية أبدا بس كنت أبي أشوف رشيد علامة يعني هذا كان الهدف فجأني المكتب وجلسنا فبعد ما خلصنا وطلع المثل رشيد علامة المخرج اللي جاء قال لي ها وش رايك الموضوع قلت والله بدرس ويعني بس أنا أشك هذا المجال يعني أبدخل فيه وتلك الوقت تارب ميزانية محدودة فأنت شوي تعمل حساباتك قبل وما تبقى تأخذ هايريسك آه سوري كمان ايه قلت له ارجع لي وبشوف بدرس الموضوع فكان عندي واحد جبت كان مساعد ذا كل وقت معاي فراح عمل دراسة سريعة كذا خلال يومين أو ثلاثة ورجع وقال لي شوف الأرقام اللي جايبينها من الناحية النظرية صحيحة يعني أعتقد تكلفك هاي من خمسمائة ألف ريال والدخل من الاداب بيطلع له حوالي ثمانمائة وتسعمائة ألف لو كل الدول شرتها قال أول شي عندك عامل هل الدول كلها تشتريها ولا لا هذا غير معروف ثاني شي حتى لو اشتروها من يدفع ومتى يدفع فيعني أنت داخل في سكة ما نعرف لها أول من آخر ولا يعني ما أعتقد أنها مجدية فأخذت صراحة بنصيحته وقلت للرجاق قلت والله ما عليش بس ترى موضوع غير مجدي بالنسبة لنا فقال لي طيب عندي لك فكرة ثانية ليش ما نعمل يعني أنا عندي معارفة وشيء في التلفزيون وأعرف أنهم في حاجة إلى أفلام وثائقية عن المملكة الطفرة وقت الطفرة يعني الطفرة وعلى المملكة وهذه الحقيقة يعني جتني على مكان أنا كنت أشعر فيه وأنا في أمريكا يعني وإحنا طلبة أنه ما في شيء كان يظهر اللي صاير في المملكة إحنا شايفين وش اللي صاير ومطلعين بس لما نجي بنحكي مع الجانب ومع الناس ما في مادة عليها القيمة يعني اللي ممكن أن يشوفونها وكذا فعجبني هذا الموضوع وبدأنا فعلا ندرس الفكرة وعجبتني واشتغلنا عليها وقلت لهم أوكي إذا بنسويها ما هروح أقدم يعني عرض مكتوب على ورق أفضل أنه أعمل على الأقل فيلم واحد يبين أحد المشاريع يعني اللي موجودة وأحد القطاعات وعرضها على الوزارة يعني ما عرض على باقي المشروع اخترنا أعتقد عشرين موضوع وعشرين فيلم وقتها وسويت موعد مع مدير المكتب وزير الإعلام كان على الشاعر باكل وقت ويوم جاء اليوم اللي مفروض أقابل على الشاعر فيه رحت دخلت على مكتب مدير المكتبة وقال لي تفضل باسترع على الشاعر مو بفيه فيه مهمة رسمية أو شيء والوزير اللي بالنيابة موجود براهيم العنقري الشيخ براهيم العنقري الله يرحمه فأنا شوي شوي انصدمت من الموضوع لأنه أنا كان ودي تارف بأحد أتابع معا وبأحد يعني فالشيخ براهيم كان جاي موقت وعادة الوزير إذا جاء مكان الوزير الآخر وكذا نسمع أنه ما ياخد قرارات يعني ما يشربك نفسه وهو موقت يعني لأنه ما يكون عنده خلفيات كافية مع أنه الشيخ براهيم العنقري ترا كان وزير الإعلام في السابق فيعني موضوع الإعلام مو غريب عليه وأعتقد يمكن عشان كذا هو ناب عن الشاعر وقته فالمهم دخلت عليه وأعرفه طبعا بس سلمت وكذا ها وش عندك يقول لي عطيت الخطاب الظرف وأنا حط فيه الشريط البيتشيس اللي فيه الفيلم اللي حنا صورناه والفيلم الظاهر على كلامك أنكم تعابلتوا عليه يعني راح لا 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 حطيت عليه جزء كبير من رأس المال من رأس المال هذا ما يعني بالنسبة لي كان هو أهم عندي أهم نقطة للإقناع هي أنه يشوف الفيلم طبعا هذا الأفكار كلين يقدم أفكار بس وريني اشتكرة تسوي جزء كبير من رأس المال فالله يرحمه أخذ الخطاب طلعه الفيلم موجود داخل الظرف ما طلعه طلع الخطاب قرأه أخذ قلم كتب أنا الحين ما جازل الموضوع يعني لأنه يعني وش كتب يعني بيشوف الفيلم يعني يناقشني يبي كتب حط الظرف نادى واحد أعطاه الظرف بالشريط وأنا صراحة أحبط جدا يعني سكت فالتفت عليه قال وغيره كيف غيره تعمل وش كتبت وش صار قال لي اسمع أنا قريت خطابك و وش كان في الخطاب شرح للمشروع المشروع فيه عشرين أعتقد والله عشرين ما تذكر ما يحضرني الرقم عشرين وثلاثة عشرين وش شي مواضيع أفلام مثل كل قطاعات يعني طبعا الفايلوت اللي سويناه كان عن الجبيل وينبع كانت وقتها هي نيوم حقتكم يعني كان الجبيل وينبع ذا كل وقت مشروع عظيم يعني كان ومغري لأنه جايبين نحن مخرج أجنبي بعد يعني أبغى شي يفهم عليه أكثر يعني فكان سهل بالنسبة له أنه يفهم الموضوع وبعدين يعني كل القطاعات يعني اللي فيها تحول وفيها تنمية اللي ايه اللي طورت في ذي كل المرحلة يعني هذا كان المشروع اللي قدم في الخطاب بالخطاب نعم وأخذ قال لي أنا قريت الخطاب وشفت المواضيع اللي انت حطها هذا كافي بالنسبة لي أني أرفع فيه هذا القرار مو بعندي بس أنا بأرفعه ورفعت بالتأييد قلت بتطعمك بس ليتكشفت الشريط قال لا اللي بيقرر هو اللي يشوفه مو بنا بس أنا رفعت على المواضيع اللي موجودة وخلي اللي يقرر هو اللي ما قسرت رفع رفع المين هو رفع على الملك فهد طبعا بس أنا ذاك الوقت ما وضح لي أنها الملك فهد وقال برفع فيها بس يعني توقع يعني هي مي واضحة أنه الملك فهد بس يعني الأقرب أنها تكون راحت للملك أو رئيس أو رئيس مجلس الوزراء أو يعني مكان وأنا ما كنت أفهم لا في الدولة ولا أنظم الدولة ولا وطلعت وأنا مرتبة كتذكر حتى بشتي نصة طيح اللي ما اصدمت من الموقف وأول تجربة لي يعني مع الحكومة بشكل عام أول تجربة لي فطلعت و أنا قلت يعني أكيد بيوصل إذا الملك مو هو اللي شايف في الفيلم أكيد بيوصل من أحد خبار أو فنروح الله يرحم الملك فهد دائما يعني إما أكون عندهم على الغد أو العشاء أو كذا أكون موجود وأنتظر أسمع شي أسمع شي ما فيه مر شهر تقريبا وزيادة وبديت بيني وبينك تفقد لا يعني يعني كذا تعرف اللي ف ذاك اليوم كنا نتغدى في جدة مع الملك فهد الله رحمه و عقب الغد راح قعد في المجلس و ناداني قل لي حط هذا شريط الفيديو حطه بالله يعني بالذي ما أبدا ما جاء على بالي إنه هذا هو يعني بيفتح موضوع ولا بيقول لي شي أبدا بس كالحطة حطيت يوم خط طلع الذاو وتشوفني كيف و حط كحدنا نتفرج كلنا ما علق ما قال ولا كلمة يطالع طالع 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 لين خلص من أول الفيلم لين آخر دوكومنتري عن جبال يامب عن جبال يامب الوثاكل اللي أنا عارفة يوم خلص التفت عليه أخذ طلع الخطاب اللي في مكتوب عليه من إبراهيم العنقري وقال لي وش أنت مسوي مع إبراهيم العنقري اللي قاعد يمدح مشروعكم هذا يقول وكتب عليه بعدين حط ذيال والرقا والقلم والتفت علي قال لي هذا مشروع منتاز وحنا في حاجة له وهذا بيعرض في خارج المملكة في سفرات وفي أماكن محافل وغيره كان ذاك الوقت الملك سلمان الله يحفظه كان عندهم ياخذون وش اسمه كان للرياض شي عن الرياض معرض الرياض بين الأمس واليوم كان يروح يدور في دول مختلفة وكذا فقال هذا احنا محتاجين هالنوع من ذا لكن أبي الأفلام الباقية ولده أنه ما تقل عن اللي شفت لأن اللي شفت جازلي فهو دي العرضاء على اللي شافه اي اللي شفت جازلي بس لا يقل الثاني لا يقلون عن هذا قم طبعا حبيت يده والله طول عمرك بالتأكيد يعني طبعا هذه خلاص يعني بالنسبة لي أنه كونه عجبه حتى لو هو لو عجبه حتى لو ما أعطاني المشروع هذا كافي بالنسبة لي خصوصا أنه الله يرحمه كان ما هو راضي عن التفاعل الإعلام مع إنجازات وحراك هذا أقل لي أبراهيم العنقري أبراهيم العنقري قال لي السبب أني وافقت عليه لأنه هنا كلنا عندنا مشكلة في أنه الإنجازات اللي قاعدة تصير ما بقاعدة تظهر الناس ما ما وصلتهم بالشكل الصحيح وبدأنا مشروع برنامج سعودي المخرج صاحب الفكرة اللي جاني بالبداية وقال لي عليها أنا دخلته معنا شريك عشرين في المئة وقتها أنا وإخواني الأربعة فهو الخامس أنه يكون معنا شريك و في شركة الإنتاج هذه شركة الإنتاج واخذنا لهم ذكر فيلا في السليمانية وجاب مخرجين وكروز ومعرفي وبدأوا يشتغلون بالله ظني سافرت أنا أو ما عرفش اللي صار يعني قطعت عنهم فترة يمكن شهرين ثلاثة فجيت للرياض قلت بروح شوف وش قاعدين نسوون طبعا أنا أكلموا بالتلفون دعوا أمور تمام مدري إحنا بغضنا حين يكون عندهم مشاكل في التصوير بنبغى الجهة الفلانية تكلمنا مسؤول الفلاني ما عرف إيش هذا بالتلفون بس يوم جيد قلت بغضي شوف وروني ففي شي اسمه أوفلاين يعني لو ما بعد دخلوا عليها الميوزيك يعني الصورة النهائية بدأ جاء أول واحد مخرجين مخرجين كانوا من أحد البلدان العربية فعرض الفيلم ما جازلي أبدا طبعا قلت له شكرا يعني من نص الفيلم وأنا بالضايق ما جازلي ما هو مثل كواليتي الفيلم أبدا بعيد جدا جاء الثاني ولا العن جاء الثالث الرابع ما صبرت يعني من أول خمس دقائق قلت له وقف وانتم جايكم تعميد على أربعة فلام لا لا على عشرين عشرين فيلم هذه أول أربعة بدوا فيها يعني توم بادين بادين فيها مع بعض والملك كان حاس قالك لا ينزل الجودة عن أهل اللي شفناه ايه يعني أوكي انت عرضت هذه بضاعتك لا يجيني شيء بكرا مختلافي وهذا طبعا كلام منطقي منطقي وصحيح المهم هذا ما كان موجود الشخص المخرج ذا الشريك المعنى ما كان موجود وقت ما شفت لفلام فرحت للمكتبي أنا في عمارة الملك فيصل الخيرية وناديتها وجاء قلت لفلام أبيك تعطيني من وجهة نظرك وش كيف لأنه اللي يدير المشروع يعني أنت كيف عامل تقديراتك على الربح من المشروع هذا يعني بعد في نهاية المشروع وش تتوقع أنه احنا هنعمل من المبلغ اللي احنا اتفقنا مع الحكومة عليه قال أعطاني الرقم وقتها أعتقد 10 مليون ريال قال لي أنه بنربح 10 مليون ريال أعتقد الرقم الكلي كان 27 مليون أو شي زي كذا يعني بيصرف 17 وبيربح نربح 10 ريال قلت له أوكي نديت المحاسب قلت له عطني شيك كتبت شيك بمليون قلت حصتك من 10 مليون مليون ريال هذا ربحك وأبغى بنفس الوقت توقع ورقة تنازل عن حصتك لأن أنا ما أستمر بالمشروع وإذا أنا سويت المشروع بطريقتي يمكن ما تربح للمليون يعني 27 يمكن نصرف ويمكن نصرف فوقع لأن أنا مو بهدفي الربح هذا الآن أنا عندي الموضوع صار بالنسبة لي موضوع ببني عليه ثقة مسؤولين كثير يعني وهذا حيقرر كيف حشتغل في المستقبل فموضوع بالنسبة لي وهو كان واضح أنه يبغى يستغل الفرصة بأنه يخفض الكوست أو يخفض التكلفة ويعظم ربحه طبعا مبلغ كبير في فرصة ذاك الوقت كان مبلغ كبير صح فاتفقنا وطلع الرجال يعني مش واشرعي أحلى ربح بأقل مجهول اي ما في شك فجبت علي الحتياثي أبو فيصل كان أنا علي زميل دراسة معي في أمريك وفي ذيك اللحظة صراحة ما كنت يعني خلاص ما عد الموضوع بالنسبة لي ما عدو موضوع تخصص في اختيار الشخص الحين صار موضوع ثقة لأن أبي شخص يفهم أنا وين بروح ويفهم هذا المشروع بالنسبة لي وينفذ اللي أنا أبي يعني ما عد أبي منه يعني إضافة بس بنفس الوقت بنجيب يعني الناس اللي هم متخصصين في هذه النوعية من الأعمال وبيعطيهم المجال لأنهم يبدعون بطريقتهم فيها وجاء كان على الهديث يشتغل مع أخوه عبد الله الله يغطي العافية وجاء معي وبدأنا المسيرة سوا من ذاك الوقت ما شاء الله والحمد لله من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا لاستثمار المزيد في وصف الحلقة وش صار على العشرين فيلم؟ العشرين فيلم تنفذت على أرقم ما يمكن جبنا مخرجين من من كندا من بريطانيا من استراليا وعرب بس مبدعين يعني عرب من الذكر مخرج عدنان إبراهيم الله يرحمه كان عمل معنا عدة فلام طبعا في بعض الأماكن زي مكة والمدينة لازم يكونوا مسلمين يدخلون يصورون وربحتوا؟ لا في هذاك المشروع صراحة ما ربحنا بس أنا يعني ما ما كان يعنيني الموضوع هذا كثير صراحة ديك في وقتها يعني لكن بعدين تواصل معي على الشاعر الله يرحمه وقال لي عندنا رغبة أن نعطيكم نكلفكم بعمل أفلام إضافية انبسطوا من المجموعة عجبتهم يعني وطلبوا أنه نعمل أعمل قلت له بجيك المكتب وأبدلي تامر فرحت له وأخذت معاي كل من المحاسب التكاليف كلها قلت له شف أنا بريك قدامك الحين بشفافية كم صرفنا وكم كلفنا الموضوع وانت حكم يعني على كيف الأفلام القادمة هذه كيف نتعلم معها فطلع الأرقام كلها وجاب اللي عندهم في الوزارة حق الشؤون المالية وقال لهم ادرسوها كمان من عندكم ودرسوها فعلا وتوصلنا احنا وياهم إلى رقم فير يعني لنا ولهم يعني للعرض الجديد وبدأ وجددنا العرض معهم الثلاثين فيلم هذيك وبعدين طلبونا مرة ثانية التوتل كان سبعين فيلم ما شاء الله اللي نعملت يعني على يوم خلصت طلبونا وقالونا بأعمال إضافية في في هال المرحلة أنا ما كنت بوقف على أعمال وثائقية يعني أنا خلاص دخلت المجال فبداعت أقول طيب أوكي غير الأعمال وثائقية ما نسوي يعني فرحنا نبي نسوي دراما أو نبي نسوي بدريش بعدين نصدمنا أو يعني صدمنا مع الأجهزة أجهزة العلام الحكومية في العالم العربي يعني وين ما نروح هذول قوانينهم تختلف عن هذول وهذول عندهم رقابة تختلف عن الرقابة اللي هنا وفساد في بعض المحطات التلفزيون اللي ما يدخلون أعمال اللي يكونون لهم مصلحة فيها فموضوع شائق جدا يعني طبو يعني نحن بنوقف بس نعمل فلا موثاكية يعني من هنا بدأت فكرة أم بي سي أو يعني قناة أنه طيب ليش حن ما نعمل قناة ليش نروح يعني تحت رحمة هالأجهزة الحكومية هذه في 22 دولة عربية وبدأت فكرة أم بي سي فقدمت لمحمد النويسر اللي يرحمه خطاب كالوك دائش رئيس ديوان الملكي وقدمت الخطاب للملكي رئيس مجلس الوزراء أنه نرغب كذا كذا نبغل مباركة الحين في البداية بس نبي الأذن أنكم تنشؤون قناة بس بنجحية بعد فترة كلمني محمد النويسر وقال لي ترى أنا عرضت الموضوع على مولاي وأنه يقول في صالح كامل مقدم بعد أنهم يعملون قناة فليش ما تجتمعون أنتم وياهم وتتفقون مع بعض ما يكون فيه مشروعين مختلفة يعني كتبت الساعة المباركة قال لي يا جل أنا برتب الموعد وعلمك فعلا أكلمني أحد من مكتبة بعدها يمكن بأيام وقالوا لي الموعد اليوم الفلاني تجون رحت وكان صالح كامل لناك ما كنت أعرف صالح كامل أول مرة قابلة ما كنت أعرف أسمع فيه طبعاً رجل عمال كبير ومعروف لكن ما ما كنت يعني يعني فرق السن بيني وبينه وذا و أنا تواجهي من أمريكا ذا كل وقت فاجتماعنا صالح كامل هم طبعاً فكرة القناة عندها تختلف شوي عننا نحن لأن صالح كامل كان هو ينتج عندهم شركة اسمها الشركة العربية في مصر ينتجون مسلسلات وأعتقد أفلام بس يعني أكثر مسلسلات كانت للمحطات التلفزيون العربية كلها يعني وقاموا في الأردن كان عندهم استوديوهات في الأردن بعض بس بس مختصين يعني متوجهين للتلفزيون العربية الحكومية فصار عنده مكتبة بأعمال كثيرة فيبون هذه الأعمال أنهم يستفيدون منها بعد ما تنتهي اللايسنس والرخصة للجهة الحكومية التي تأخذها ترجع لهم الأعمال يعني هو ينتج يبيع القراءة السعودية مدة حقوق سنتين انتهت السنتين ترجع الحقوق له فعنده هو مسلسل غير مستغل يبقى يعيد استغلاله وتدويره تدوير ريسايكلين حلو ف بس خلنا لا احنا أنا فكرتي لا أنه فكرتي أبغى أنطلق بشيء فوق أعلى من اللي قدمونه للكروات الحكومية يعني أنه على مستوى اللي قدم في أوروبا وفي أمريكا اللي كنت نشوفه في أمريكا اللي نشوفه أي ونرتقي بالصناعة ونفس الوقت يعني الانتشار طبعا فشوي هذي الرؤية صارت شوي مختلفة بيننا لكن لكن اتفقنا عليها بالأخير يمكن شيء بينه وبينهم وبدأنا العمل تأسست خمسين لك خمسين خمسين أنا ويا كان مفروض تنطلق عام تسعين صارت حرب الكويت فطبعا أثناء حرب الكويت ما صعب أنك تطلق قناة وبنفس الوقت المسألة كيف القناة يعني أنا كنت مأمل طبعا أنه الملك فهد بيعطينا بث أرضي في السعودية يعني كان على أساس أنه قال اجتمعوا مع بعض وكذا فتوقعت أنه إذا طلعت وشافها ويعني شاف أنه ما في محاذير أو شيء عليها أنه بيعطينا بث أرضي كان هذا الأمل يعني أنا وصالح كامل كلنا يعني وتوقتها حسمت وين مقركم وين موقعكم ولسه تجاه أكثر على لندن يعني بعد يعني ما درستنا عدة أماكن لا كانت تجي أكثر على لندن لأنه فيها المساحة اللي أنتم محتاجينها عشان تقدرون تسوون رؤية اللي في بالكم إيه كانت الصحافة العربية بلندن موجودة ومتقدمة هناك وكان فيه لبحاث التسويق الشرق الأوسط الجريدة كانت في لندن ذاك الوقت فيعني حرية الصحافة يعني والإعلام وذاك كانت بلندن أكثر من البلدان العربية ذاك الوقت فقررت أنها لندن لكن قلت ممكن نبث أرضي في السعودية لا أنا قلت الحين ما نبغى أفتح هذا الموضوع حين قلت بس تطلع أي إذا أشفتت نفسها شاف أن ما فيها محاذير وأنها يعني عائلية لو حنا حريصين يعني من هالناحية كنا في البدايات ف اتذكر الله يرحمه أول يوم طلعت فيه كان 18 سبتمبر عام 1991 أول بث كان نشرة أخبار وأنا في الكنترول روم الجالري اللي بطل على المذيعين اللي يقرون نشرة في لندن إيه ولجاني واحد قال لي سنترال ملك فهد الملك يبيك بحين ففيه تلفون في الجالري قلت لهم عطني خط كلمني كان مرة مفسود الله يرحمه و يعني قال كلام جدا يعني فرحني صراحة وكانت تقنية سابقة أو تقنية تعتبر جديدة موضوع البث لا كنا نشوف CNN ذلك الأيام أيام حرب الكويت فهي جاي بالساتيلايت ذا كل وقت وأعتقد كان فيه بعض القناوات الأمريكية تجي من القاعدة الأمريكية اللي في السعودية ذا وقتها كان لهم بث بعد فمشوف بعض القناوات الأمريكية فيعني مسألة أنك تشوف الساتيلايت بس طبعا أنه قناة مستمرة وتشوفها بهالطريقة لا غير يعني بعدين أصلا مستوى الـ MBC غير يعني كان الصورة الناس النوعية البرامج غير يعني كانت مختلفة كتير وهي ابتدت قناة منوعة ففي أخبار في مسلسلات في برامج عائلية منوعة ففي المكالمة هذه رميت عليه كلمة أنه الله يطول مركترد يعني إحنا الحين بيشوف كيف نوصل للناس يعني بدون ما أطلب يعني طلب مباشر قال لا لا الناس هم بيلقونها لا تخاف يعني وراح الموضوع بعد ما رجعت للمملكة قلت له يعني ما رايك موضوع البث يعني كون في بث أرضي وكما قال لي صعب في السعودية الآن أنا ما أعتقد أنه الوقت الآن مناسب لهذا الموضوع طالعين بعد حرب الكويت وبعد يعني وضع شوي فقال لي بس آه وقلت له أنا بنفس الوقت طيب دول ثانية طيب في دول يمكن ما عندهم نفس الحساسية يعني قال مثل مين قلت له بالكويت بعد التحرير يعني البحرين المغرب يعطيته كأمثلة يعني قال لي أبد أنا مستعد أعطيك خطاب وتروح لملك البحرين وذاك الوقت كان أمير البحرين الشيخ عيسى ولأمير الكويت وللملك الحسن ولأعطاني خطابات ورحت لهم فعلا والثلاثة كلهم وافقوا وصار في بث أرضي للم بي سي في أول سنة في البحرين وفي الكويت وفي المغرب ذاك الوقت حتى البحرين فيها ميزة لأنها توصل لمنطقة الشرقية في السعودية ففي جزء من السعودية كان يشوف والم بي سي ذاك الوقت طبعا لاحقا أظن بعد يمكن سنة أو سنتين وافق الملك أنه ياخذون بس نشرة أخبار م بي سي ويحطونها على القناة الثانية السعودية والذكر والذكر الله الله يرحم شرط عليه لأنه أظن كان التلفزيون السعودي نشرتهم الساعة تسعة والم بي سي تسعة ونفس الوقت أو شي قال لازم تفصلون بنص ساعة عشان اللي بيشوف ذي وذي يقدر يشوف الشيء زي كذا بس حطوها على القناة الثانية السعودية وله الوقت هذا وش كان نوع الدعم بس في قصة حين طرت عليه على قصة القناة الثانية السعودية نشرة الأخبار كان رئيس الحرس الملكي الله يرحم والنملة كان مرة احنا في التنهات في الفلبر مع الملك فهد الله يرحم و عادين على السفرة وجاء فريق النملة قال الملك طال امرك أنا بشتك عليك وليد قال الملك أفا وش سوى قال أنا عندي أسوي دورية على الحرس اللي حول المخيم وإذا طلعت نيكولة النوري ما لقيتهم راحوا كلهم قدام بالشاشة طهك الله يرحم فكنتم مسوين مشاغفات يعني ولها الوقت مين قاعد يصرف مين اللي أسس مين اللي دفع عن مبالغ هذه حق لندن والبث والتنقلات والموظفية مين كان يدفعها إحنا في البداية قلت لك لو لو يعطونا البث الأرضي كان استمرينا كمشروع تجاري والدراسات كلها كانت مجدية مجدية جدا معنا طبعا لأنه تأخر موضوع أو متأخر أنه أصبح شبه مشكوك في أمره فبدأنا هنا يعني نشوف وش الحلول الثانية وخاصة أنه صالح كامر الله يرحمه يعني بدأ يتململ شوي من الموضوع وبدأ يفكر في قصة التلفزيون المدفوع يعني المشفر وشوي أنا ما اتفقت معاه بهذه النقطة من عدة نواحي يعني من ناحية أنه الناس ما تعودوا يدفعون على التلفزيون ذاك الوقت ومن ناحية ثانية أنه هذا استثمار طويل للأجل يعني عشان يجيك مردود لازم استنزف عدة سنوات ولا كان عندي القدرة أني جاريه يعني في الاستثمار فهنا بدأ بدأ بدأنا يعني ننفصل وحتى أوقف عن الدفع أو في البداية أنتويا بس التي قاعدت تدفعون بس ما في أي دعم الحكومة أبدا ما في أي شيء فكل التأسيس هذا أنتو وصال كاملة أبدا أبدا وكل ما هو تأخر في الدفع أنتو غطيته فحصتكم تزيد بالضبط صار في يعني اختلاب لين إليين بعدين خلاص إحنا شرين حصة كاملة وهو راح عمل ART يعني بعد هذه بعد هذه الله يرحم والله وفقه بال ART بموضوع الرياضة لأنه مشه في الرياضة بشكل قوي جدا وباعها بالأخير على بين يعني أعتقد هذه رجعت كل الاستثمار اللي راح حنا استمرينا ذاك الوقت يمكن الbreak even جاء تقريبا بعد عشر سنين من ما بدأت الMBC حنجي للbreak even بس قبلها أنت الآن عندك منتج عالي الجودة وما في اشتراكات وشريكك طلع ففي عندك مصاريف سنوية لا لا في دخل احنا الاعلانات ترى من ثالث سنة بدأت أول شيء وقعنا مع شركة تهامة للإعلان وبعدين عملنا شركتنا احنا امس في جدة في السعودية كان فيه شوي دخل يجي من البحرين شوي من الكويت بعدين الكويت ثالث سنة وقفوا الارضي البث الارضي ايه ليش والمغرب نفس الشيء المغرب كمان يمكن ثالث أو ربع سنة وقفوا بعد يعني يعني يمكن شافوا فيها أنها قاعد أكلت الجو على القنوات المحلية حقتهم ايه فشوي تعرف عادة أن يكون من وزراء الإعلامة وكذا أنهم يعني يشفون فيها شوي تحدي لهم لأنهم عندهم وعندهم شغلات يعني تاخلية ما يقدرون يعني وفي هذه المرحلة أبو خالد اللي هي مرحلة صعبة ما بين محاولة تغطية المصروفات ومحاولة صنع منتج ممتاز كان صارت لك مواقف مع سفير السعودية في لندن ذلك الوقت الدكتور غازي الله يرحمه وش من المواقف والذكريات التي تذكرها في هذه المرحلة لأنها هي في مرحلة لندن هالحوارات صارت صحيح صحيح هي البداية كلها في لندن وصادفت احنا أصلا الـ MBC بدأت في 91 وأظن الدكتور غازي الله يرحمه تعين سفير 92 يعني في نفس الفترة بس أذكر مثلا على موضوع الدعم أنا أتذكر ذا كل وقت يعني كنت أشتكي على الدكتور غازي أنا وصالح كامل كلنا نجتمع معاه دايما في لندن وكنا نشتكي على موضوع الدعم فهو كان يقول يعني غريبة ليش هو طبعا ما يحكي فقط عن المملكة يقول المملكة ودول الخليج هو الدكتور غازي كان يشوف أن المملكة ودول الخليج كتلة واحدة ويقول أن المملكة ودول الخليج هذول كانوا يعني ضحية لابتزاز من من الصحفيين عرب سواء اللي كانوا في لبنان أو في دول أخرى وكانوا يجيهم معونات كبيرة جدا من دول الخليج يعني فأتذكر كان الدكتور غازي يقول اللي اللي على يدينا حنا في السفارة اللي نعطيهم أكيد تقوم قناة أكبر من MBC وأكبر من الشرق الوسط الجريدة يعني ذاك الوقت وحقين دول الخليج كانوا السفر يقولون نفس الكلام يعني كلهم متفقين على هذه الجزية يذكر واحد من سفر دولة الشقيقة من دول الخليج يقول أنه في أحد الصحفيين العرب كان يهاجم رئيس دولته في أظن جريدة ومجلة وقتها فكلفوا السفير أنه يتفهم معاه وكذا فأظنه أعطاه شيء يعني وقتها فيقول بعدها بفترة قابلت مرة ثانية نفس هذا الصحفي فقلت لا طيب الحين أعطيناك ما أمري شفت كلمة زينة قلتها ولا طريت البلد بشيء قال لا هذا أنت معطيتوني عشان أسكت الحين ادفعوا لي عشان أمدحكم إذا تبوني أمدحكم في عنده من يوم للأسعار بالضبط فهي كان فعلا نوع من المتزاز وبترة بدأ هذا الكلام من الخمسينات في لبنان حتى أعتقد في مصر وبعدين استمر إلي الحرب الأهلية اللبنانية عام 75 معظم هذول هاجروا إلى لندن وباريس يعني وكان فيه عدد كبير منهم طبعا من دول العربية مختلفة ترى مو بس من لبنان بس كانوا موجودين ومكننا نشوفهم في في لندن يعني كان أنا وفيه في لندن بو خالد برضو بوقف ثاني مهم للأشخاص اللي ما كانوا يؤمنون بقصة وما كانوا يتوقعون أنها توصل يوصلتها وكانوا يقولون اجتهاد شباب صغار قاعدين يعني يلعبون من اللي أقال لك المعلومة جت جتلي معلومة أنه فيه صحفي خضرم ما هو شخص عادي كتب عنكم تقرير ويش القصة وإذا ما قلت اسمه ترى أنا بقول اسمه لا لا بالعكس لا أنا أقول اسمه لا أقول اسمه أفتخر فيه وستاذي وتعلمت منه يعني كثير بس كان الاستاذ عثمان لامير وكان رئيس تحرير شرق الوسط رئيس تحرير شرق الوسط نعم وأول ما جينا حن لندن ذا كل وقت ذكرنا رفع تقرير أظن أنه يعني ذو على صغار في السن وخاف بكرة يعني يفشلونا بما معناه مشروع كبير ومعرفيش فملك فاد لا يرحمون راني ذا قال عثمان يقول كذا فأنا ضحكت لا لا والله بالعكس ضحكت ويوم رجعت لندن رحت نسيت عثمان يعني ما كنت عرف زين يعني كنتونه يعني عرفت طبعا بلندن يوم جينا أول ما جينا حتى يام التحضير يعني تعرفت عليه وكذا بس يعني ما في علاقة قوية كانت بيننا فرحت لنسيتها يعني وقدت لا اسمع أنت الحين تقول هذولا ما يفهمهم ترى أنا أيد كلامك الحين أنا فعلا هذا موضوع جديد علي لكن أنت بما أنك سبقتنا في هال المجال أحتاج أنك تعلمني من ناحية ومن ناحية ذانية أنا أحتاج علاقاتك بعد أنت تعرف ما شاء الله الناس وما قصر والله يعني شهادة العثمان ما أبدا ما كان يتعامل مع الام بي سي مثل ما يتعامل مع الشرق الوسط والأبحاث إنه مشروع وطني وطبعا يعني عثمان بالقيادة كمان بتوجيه من سيدي الملك سلمان الله يحفظ اللي كان مهتم كثير بالإعلام يعني وكان يعامل الشرق الوسط والام بي سي بنفس الدرجة ويعطيهم نفس الاهتمام ويجيني مننا اتصالات ذاك الوقت مثل ما يجي عثمان أو الأستاذ عبد الرحمن الراشد بعدين أو الآخرين يعني فكان حريص جدا على موضوع العلام السعودي بشكل عام يعني فاحنا نعتبره هو الأب الروحي لنا كلنا ويمكن من اللحظات الفارقة على يعني حسب ما وصفت اللي أنت في مرحة لندن العشر سنوات هذه موضوع من سيربح المليون هذا البرنامج الظاهر كان نقطة تحول في أم بي سي صحيح هو بدايات الأم بي سي تارب الإمكانيات على قدنا وكذا يعني كنا معتمدين كثير على المكتبة صالح كامل الله يرحمون اللي في الشركة العربية وسوينا اتفاكم مع التلفزيون المصري أخذنا منهم بعد من مكتبة التلفزيون المصري بعض الأعمال اللي عندهم وأخذنا عدد كبير من الأفلام العربية القديمة يعني المكتبة يعني فكنا يوميا بعد نشرة الأخبار عندنا فيلم عربي سبع أيام بالأسبوع فيلم عربي بعد الأحضار فيلم السهرة هذا فيلم السهرة كل يوم يعني وهذا كان هو الإعلانات كلها تيجي عليه هو الأساس بالإعلانات بعدين أنا شرح لي إياها واحد أنتوان شويري الله يرحمه شرح لي إياها قال لي أول إعلانات جت لمبي سي كانت ميزانيتها مأخوذة من أشرطة الفيديو اللي كانوا يعلنون فيها المعلنين ذاك الوقت للناس اللي يستأجرون أفلام الفيديو أو يشترون أشرطة الفياتشيس فهذه الميزانية الـ MBC جت منهم ما جت من القنوات التلفزيون الحكومية لأن الـ MBC ما تعتبر عندها نسب مشاهدة عالية عشان الـ Satellite الدش لأنه ما عدد محدود اللي يشوفونها فالفيلم العربي نفعنا في الأول بس طبعا بعد ما انتشرت الـ MBC وأصبح يعني دخلت هنا على الطاق أوسع من المشاهدين الفيلم العربي خلاص يعني اشتهلك وبعضها وعيد يعني أكثر من مرة فبدأنا خلاص نخطط على أنه نعمل برامجنا وندخل على يعني على الثقيل على قولهم بالإنتاج بالإنتاج وبالصرف يعني فوأتذكر ما سيربح مليون كان نقلة ما في شك يعني في وقتها فملك سلمان الله يحفظك كان يتابع البرنامج ذا كل وقت ودائما يسألني مثلا إذا وقف لأنه سيزن هو يجي مثلا ثلاثة شهور أو أربعة شهور بعدين نوقف فترة ويرجع فكان دائما إذا شفته يسأل متى يرجع أو إذا فاتح حلقة يقول يرسل لي إياها فكان يتابع يعني تعرف ما شاء الله سيكلوبيديا بالمعلومات ما شاء الله الله يحفظها ويمكن المرحلة هذيك أيضا كان فيها موضوع الارتفاع التكاليف لسه نحن في البدايات فأنت قدمت معاملة أو قدمت طلب رسمي على حكومة المملكة على مجلس وزراء لطلب دعم صحيح ويش قصة هذا الدعم وكم جاهل أنا قدمت الوزير للعمل علي الشاعر ووعدني قال لي أنا بأعرض كنتوا تخسرون إنتم صح إيه ما في شك يعني كان فيه دخل بس كنا نخسر يعني صرف أعلى من الدخل ايه فقدمت أنه نبي يعني دعم على شكل تسهيلات على شكل أنه تسهيلات قروض مع البنوك أي شيء يعني اللي يوصلنا لل يقطع تعالي لأنه المشاريع اللي مثل هذه فيها تكامل مع الحكومة يعني أنت اليوم مثل ما قلنا قبله شوي يعني كم اللي كان يصرف على الصحفيين اللي برها هذولا كم اللي كان دولة تدعم فيه جهات خارجية اليوم مثلا دولة مثل أمريكا اليوم يعني معلنة الآن أنه دعموا شركات مثل أمازون مثل تسلا مثل سبيسيكس جمع أوباما كل الشركات الكبيرة الإعلامية مثل جوجل ومثل فيسبوك وأبل وصار فيه تسهيلات حكومية لهم كبيرة يعني وهذا جزء من العمل الحكومات في العالم يعني فالحقيقة ما قصروا من هالناحية معنا ووقتها وهذا أصلا كان بان أكثر على موضوع العربية يوم جاءت العربية في المرحلة اللاحقة يعني في 2003 كمان أكثر يعني واعتمد الدعم وصار يصرف لكم دعم تسهيلات تسهيلات اي اه اوكي انا أتذكر سألت معك أبو خالد على أقسى مرحلة في الثلاثين سنة قالتك وش أصعب لحظة عليك في الثلاثين سنة فقلت لي عن حدث صار فيها الفترة فترة لندن اللي هو موضوع الكابل الأرضي في السعودية اللي ولد في نفس في تلك المرحلة في السبعة و تسعين في الخمسة و تسعين وش حصتها وليش ما نجح اوكي الحين بعد الام بي سي طلعت الام بي سي مع القناة الفضائية المصرية كانوا هم الأول قناتين موجودة وهم اسبقوكم اي وهذه وهذه قصة اي هذه مع صفوت شريف كان وزير الإعلام الله يرحمه مصري رح نالعشان ناخذ منهم مواد للام بي سي وكذا فأذكر جاي بواحد جنبه كان يسجل زي محضر واللقاء وكذا وكنت أنا وصالح كامل الله يرحمه فكان يسألني صفوت شريف طبعا مجاملات ومدريش وبعدين هذا اللي يكتب هو كان وزير الإعلام في مصر نعم وحنا على أساس نبقى منهم مواد يعني ولسه ما بعد طلعت الان بي سي هذا قبل ما طلع فهذا اللي جنبه بعد شوية صار هو يسأل أسئلة وأسئلة تقنية بحتة يعني طيب كيف هتوصلون للناس هذه الساتيلايت من وين شنوع الدش الاستقبال شنوع فأنا شوي خسيت الرجال هذا طلع مهندس طلعه المسؤول عن الباث وعن الساتيلايت فبعد يمكن بشهرين ما أخذنا اللي مطلعين خبر تعرف مع الإعلام المصري والضجل اللي إنه القناة الفضائية المصرية أول قناة فضائية عربية فطلع طبعا هم المادة جاهزة عندهم فقط أخذوا القناة اللي المصري وحطوها على على الساتيلايت وقالوا أول قناة عربية يعني بس المعلومات كلها ما أخذينا مننا يعني لأن كانت تقنية مختلفة إذن تشغالين عليها إي لا لا إحنا في شيء اسمه اس باند كان موجود عند أربسات ما كانوا يستخدمون الحكومات عرف أنت أول من انتبه له إحنا أول من انتبه له تقنيا يعني فأخذناها هي كان فيها قناتين بس فأحنا أخذنا وحدهم راحوا أخذوا الثاني فأخذوا المعلومات مننا وقتها بس أنا بالعكس أنا كنت كان ودي قنوات أكثر تطلع لأنه هذا يخلي الدش ينتشر أكثر والناس تشوفنا لأنه مهما كان يعني برامج تلفزيون مصري يعني مختلفة شوية عننا وإش علاقة هذه بموضوع الكابل أوكي لا الكابل هذا جاء بعدين الكابل العام 95 أنا شرحت الفكرة الملك فهد الله أرحمه يمكن بالـ 94 قبل ما يمرض في 95 الله أرحمه فشرحت الفكرة وأيدها تماما وعلى أساس نعم وش كانت الفكرة عفوا أوكي الفكرة أنه يكون في مثل أنا أخذ إحنا أخذناها من سكاي في بريطانيا سكاي في ون لايسس في بريطانيا اللي أخذوها سكاي وصار كل أي أحد يبغى يدخل الكابل في بريطانيا ما يقدر إلا عن طريق سكاي فعندك يعني بوابة وحدة للبلد يعني وشرحتها للملك فهد يقول لحنا ودنا نعمل شي مثل هذا هنا يوم رجع الموضوع البث الأرضي يمكن تقوله يقول لا يعني مو وقته كذا قال لي أوكي هنا ممكن لأن هنا الناس تدفع عشان تشترك اللي يبغى يشترك اللي يبغى اللي ما يبغى احنا ما نجبره ما هي مفتوحة للناس كلهم فاقتنع بالفكرة ورح نوقعنا مع عزارة الإعلام ومشينا في المشروع وكان مشروع عظيم الحقيقة يعني في عام سبعة وتسعين أعتقد كلمني وزير الإعلام أعتقد كان فادي الفارسي ذاك الوقت قال لي ترى كان في جلسة المجلس الوزراء آه سوري احنا يوم اتفقنا مع وزارة الإعلام هم قالوا احنا نبغى نشرف على يعني يكون فيه نوع من الرقابة على وش القنوات وش المحتوى اللي في الكابل ايه يدخل الكابل ف وافقنا طبعا لأن ما هذا من حق أي دولة يعني حتى سكاي على فكرة فيه عليها يعني نوع من التحديد الش المواد اللي تكون موجودة وكذا حسب طبعا قوانينهم ف يوم كلمني في وادي الفارسي بعدها بسنتين وحنا خلاص بدينا وانتشرنا ومعد باقي إلا نضغط الزر ونبدأ البث استثمرته وركبته ايه 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 قال لي ترى كان في استمع المجلس الوزراء واخذ قرار انه الوربت والشو تايم تستثنى من الكابل ويقدرون بأجهزتهم يسوقونها مثل ما انتم تسوقون الكابل طبعا قلت لهم طيب اثلا بيدخلون تحت رقابة وزارة العلام قال لي لا زي ما هم هم كانوا موجودين في السوق أصلا فقال لا لا هم يستمرون زي ما هم يعني يستمرون وانتم تعملون كابل قلت لها ما يصح ما يتركب يعني أنا هذه القنوات اللي موجودة والمادة مراقبة ونفس الأفلام ممكن تطلع هنا أو هنا بدون رقابة من بيجي يشترك عندي يعني هنا نضرب المشروع وأصلا الفكرة كلها انتفت يعني فوصلنا إلى خلاص ساتلمنت أنه نلغي المشروع طبعا يعني كثير أثر فينا الحقيقة للموضوع لأنه هذا كان يعني معطينا شوي مثل اللي يقول النور اللي آخر النفق النفق بعدها ربا ظارت النافع طبعا صار عندنا حنى مواد محتوى اشتريناها للكابل وعقود مع استوديوهات برا في أمريكا وفي هاليوود وغيرها ما ندروا ما ندروا ما نستوي فيها تشارينا عشان تبثونها من خلال الكابل لمشتركين بس الحين صارت لابلتي علينا صارت عقود موقعين وملزمين فيها فوالله رسلنا مجموعة من عندنا راحوا ويقعدون مع كل واحد من هذولا ويشرحون لهم مش اللي صار وقالوا لهم تشوفوا أعطيكم خيارين الخيار الأول أنه تسمحون لنبثها مفتوح يعني بأعلانات مثل هذا خيار خيار الثاني أنه نلغي العقود وندخل المحاكم لأنه فهي حقوق هشترية اللي تبث للمشتركين ما رح أقول لكم بثها والحقوق ما هي موقع على خمس سنين يعني ما هي مثلا الالتزام أنك تستمر كل سنة تدفع خمس سنوات وش سي فيها هذه فمعظمهم طبعا أعتقد ما يبين محاكم كلهم معظمهم موافقوا معد أظن HBO وواحد دول اللي اللي فقط يبثون بالكابل ما يبون مادة موادهم تطلع للفري تو اير بس معظمهم موافقوا فكيف تخوت هالأزمة إلى فرصة من هنا طلعت القنوات اللي هذا طبعا بعد انتقال دبي كل هذا القصص يعني تبلورت بعد الانتقال لدبي MBC 2 و MBC Action MBC Max MBC 4 MBC 3 كل هذا المحتوى كان للكابل بالأساس اللي عادت نشر وبث المحتوى اللي انتم بلشانين فيه ايوه صارت فرصة انكم تفتحون القنوات الاربع الباقية وسرعت الbreak even يعني سرعت انه نوصل لنقطة الربحية لانه معلنينك بدلا ما يعلنون في قناة واحدة صار عندهم خمس قنوات يعلنون فيها ايوه طيب مدام جمتة الطاري هذه انتقالة ممتازة لموضوع من لندن إلى دبي انت ذكرت لي انه في اكثر من دولة كانت تبغى تستقطبكم حتى ظاهر امير عسير كان يحاول استقطبكم فليش اخترت دبي وش اللي صار وقتها لا هي القرار انه لندن غالية فعلا غالية يعني وذاك الوقت انت تقول لي 40% ضريبة تدفعون صح نعم الضرايب كانت توصل 40% بس ذاك الوقت الان بي سي خلاص عرفت ومبثت ارضي في دول مثل البحرين والكويت وفي المغرب ما عد صار في الخوف يعني صار عندك عندك تراك ريكورد للمحتوى وسياسة القناة وسياسة التوجه العام فصار في قبول من معظم الدول العربية اللي حكينا معهم يعني احنا وقتها حكينا تذكر مع الرفيق الحرير اللي يرحمه في لبنان كان مو مرحب جدا وبالعكس يعني كان يحاول قوة انه يجيبنا على لبنان والشيخ محمد بن راشد طبعا في دبي وحكينا مع البحرين بوقتها مصر يعني يعني ما كانوا متحمسين كثير ولكن ما قالوا لأ يعني ندرس ونشوف فطبعا مصر كان فيها ميزة واحدة بس انه ارخص وفيها عدد الناس اللي نحتاجهم من العاملين في المجال الفني نفسه يعني فكانت هذه هي و لبناني لحد ما فيهم هذه ميزة فيهم نتفرمحي نهاية التسعينات نهاية التسعينات ليش السعودية ما كانت خير ممكن الفين وتسعوذسعين والفين يعني ليش السعودية ما كانت خير ما يعني السعودية ذا كل وقت تارف كان كان وقت في حرب مع الارهاب ومع المشاكل اللي كانت تصايرة ومع هذا الامير خالد الفيصل اتذكر الله يتقول عمرا كان مرة قال لي قال لي خلاص تعالوا عندنا في أبها كان هو في أبها ذا كل وقت وأبد أنا جريت الوطن جبتهم هناك وبنسوي زي مثل يعني بأطلب إذن أنه نعمل مثل المدينة العالمية في أبها وتكونون ذا وحتى تذكر ينكت كان يقول يقول ترى اللي من عرب الشمال ما حي جو أبها بيناسبهم مثل لبنان وسوريا والأردن ترى جونا مثل جوهم يعني يقول بس لا يعني ما يعني ما كانت طبعا جدية لكن الحقيقة أكثر أثنين كان الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره كان حريص جدا وارسل مجموعة لندن كانوا يجتمعون مع كل رؤسة الأقسام ومع طبعا يشوفون احتياجاتهم طلباتهم كان بري أكتف من هالناحية ورفيق الحريري كان حريص في لبنان وستضاف حفلكم ولا لا رفيق حريري استضاف حفلك عشر سنوات رفيق ايه كان مناسبة مرور عشر سنوات في 2001 فقال لي تعال أنا أنا بستضيفكم في بيروت وحضر الحفل وعملنا مرور عشر سنوات على المبسي في بيروت وقتها وش اللحظة اللي حسمت الموضوع وقلت يعني خلاص هلنتقل دبي أول شي لبنان تركيبة لبنان من الأحزاب المختلفة والطواقف المختلفة اللي فيها ما فيها ضمانات يعني اتذكر رفيق الله يرحمه كان يقول أنا أنا ضمانتكم يعني وش بنا وش صار بعدين يعني ف من هالناحية من ناحية السيكوريتي يعني ما كانت خيار الخيار الأفضل والحقيقة الشيخ محمد بن راشد كان كان يعني قال وش تبون بس يعني حتى أنا أتذكر قلت طيب عرفت اختياجات أنا أنتوا اشتبين مننا قال أبيكم تنجحون شو إذا نجحتوا ترى أنا نجح أنا هذا بس اللي أبغى منكم وفي أول اجتمع أنت تقول أنه من الحوار كان لما يتكلم عن مخاوفك قبل ما أنت تكره نعم ميزي هو يسبق قبل ما أنه أنه والله بكرة مثلا بيجيك ضغط من أحد الدول على برنامج ولا على خبر في الأخبار أو على مدريش كيف حتتعامل معه فصار هو ليبادر يعني يقول آبد هذي احنا مسويين مدينة أعلامية حرة هذي وهذه ما ندخل فيها ولا في سياستها ولا يعني كان كلام حقيقة مقنع جدا يعني وإذك ضمن الزيارة كان شفت لك مقابلة قبل 7-8 سنوات كنت تتكلم على موقف أنه رحت مع الشيخ محمد لمناسبة مع المجتمع الإماراتي وكان في واحد يطلب وساطة في سعي لو تحكينا الموقف هذا هذا كنا عزمنا الغداء الشيخ محمد ومر علي معاني محمد القرقاوي على استخدنا للغداء للقصر قصر الشيخ محمد نحن جيناك طلعنا البر قلت وين نروحين قال لا هذه مفاجئة للشيخ محمد بن سعيد يوم رحنا وصلنا لخيمة كبيرة نزلت وكان الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه والشيخ محمد بن راشد موجودين و من أهل المنطقة يعني من القبائل الموجودة في المنطقة عندهم عرس حاضرين عرسهم يعني رحنا جلسنا جاء واحد حكي الشيخ محمد بينه وبين يساسرك كذا عندنا رفع صوته الشيخ محمد بن راشد وقال يا أخوان أنا برد على هذا الرجال بس أبيكم كلكم تسمعون أنه الرجال يتوسط الواحد من عيالهم اه 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 في في بنات وفي في أحد الأسواق في دبي وأنا أقول لكم الحين هذا الموضوع ترى ما أقبل فيه وساطة اللي هو التحرش اي أنه يعني أحد يعني يعاكسهم وضيقهم كان تو دبي بعد يتفتح للعالم فقال أنا هذا الموضوع ما أقبل فيه وساطة حتى لو كان أحد من عيال الرجال هذي يشتر على الشيخ محمد بن زايد رجال أو من عيالي أنا يعني فتذكر يعني هذا موقف كان صراحة بالنسبة لي يعني 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 تعرف تشوف أنه وين رايح الشيخ محمد بدبي بعدها بعد هذه خذنا على الماكيت كبير في أبراج الإمارات بالدور أعلى دور عنده مكتب الشيخ محمد ودخلني على الماكيت كبير ولوحات وصور خرايط على الجدران وراني النخلات هذه اللي بيسويها والمشاريع كلها ما كانت موجودة ذاك الوقت ولا نعرف عنها ولا أعلنت وراني قال مدامكم وثقتوا فينا وبتجون لدبي أبيكم أول مستفيدين يعني فوراني وين رايح في دبي أتذكر طلعنا وفلوس نصير أقول كان بوفيصل معنا على الاحتياج يقول له شيخ محمد دريمر هذا مستحيل يصير هالكلام هذا لأنه شيء يعني ذاك الوقت ما يمكن تستوعب يعني خصوصا دبي يعني ما عندها بترول أبوظبي أو مثلا الإمكانيات اللي عند أبوظبي ذاك الوقت لكن كان عندها ما في شك وهنا يعني اقتنعته وقررته خلاص تقلون لا لا يوم يوم روح المناسبة ذي أنا أريدي خلاص نقل يعني بدأنا فيه وكانوا معطينكم دورين أو محددين لكم عدد معين ورراني محمد القرقاو المدينة الإعلامية كان فيها ثلاث مباني قال خذوا المساحة اللي تحتاجون فأتذكر التيم اللي معنا أخذوا قالوا نحتاج دورين من أحد المباني وقتها لأن نسبة اللي نقلوا معنا من لندن لدبي كانت قليلة كثير من الإنجليز اللي كانوا معنا جلسوا في لندن يعني كلهم يلقون يعني هناك وظائف ما كان عندهم مشكلة يعني ما مضطرين للنقل ودبي ما كانت مثل دبي اليوم يعني والعرب بعضهم جلسوا لأنهم هذه فرصة لهم يأخذون الجنسية والجواز فالجواز يحتاج أظن خمس سنوات أو شي فاللي ما يكملوا المدة قالوا منا برايحين الجواز أهم علينا من أن ننقل معكم فكم اللي ينقلوا معك تقيبا؟ كم في المية؟ يمكن خمسين ستين في المية اللي ينقلوا وكان يكفيهم دور دورين بس أنت كنت شايف أيوة فأنا قلت لهم لا يعني إحنا ما جينا دبي عشان نبقى على العدد أو على القناة كنا أردي طبعا بدأنا موضوع الـ MBC2 وذي بدأت يعني تتبلور الأفكار فقلت لا نأخذ المبنى كله وقلت المبنى بالكامل وانطلقت بالكامل المرحلة هذه احنا قلنا صار فيها التوسع للقنوات لاستخدام المحتوى اللي تدبستوا فيه من الكابل وبعدين بدأ موضوع الدخل يزيد وصارت هناك لحظة تاريخية أنه لأول مرة تحققون نقطة التعادل أو الـ Break Even Point صحيح وتزامن معها بالمصادفة أنه الدعم بدأ أيضا يتوقف من الحكومة لا لا احنا على فكرة ما أول ما نقلنا لدبي بدأ الصرف يقل أولا عدد الموظفين نزل ترى يعني حتى غير موضوع الضرائب في لندن احنا جاي من نصف موظفين يعني فالصرف قل كثير والإرادات زادت مع القنوات الإضافية إرادات زاد فالـ Break Even على طول يعني ما أخذ وقت معنا ترى أنه يصير وهنا ما احتجنا إحنا تسهيلات زيادة من الحكومة فيعني وقفنا هنا فما في تسهيلات من هذه اللحظة لا لا ما في أبدا لمسارة العربية هي اللي رجعنا فتحنا الموضوع مرة ثانية على قصة العربية بس واللي هي جات بعد سنتين من دبي 2003 2003 واش قصة العربية؟ العربية كان اللي فتح الموضوع معاي كان الأمير عبد المجيد الله يرحمه وقتها كان في مناسبة عنده في البيت فقال لي ليش الحين الجزيرة أو يعني البي بي سي ذاك الوقت العربية والقنوات كانت تهاجم المملكة بشكل يعني مبالغ فيه يعني فقال يعني أنتم عندكم القدرة وعندكم الفريق اللي ممكن يعمل القناة على الأقل احنا ما نبي نهاجم أحد ولا نبي بس نبي على الأقل في حقائق تظهر للناس وهذا دوركم وكذا فأنا كنت قد له شوي متخوف من هذا المشروع لأنه غير تجاري غير مربح القنوات الأخبارية في العالم يعني عندك أنواعي عندك البي بي سي مثلا في بريطانيا في اليوم ضريبة كل واحد في بريطانيا مو بس البريطاني حتى أنت إذا تساكن في بريطانيا تدفع اسمها ضريبة بي بي سي عجيب نعم فأنت تدفع للبي بي سي ضريبة سنوية يعني غصبا عليك شفتها ما شفتها مجرد عندك تلفزيون في البيت اسمها ضريبة البي بي سي هذه بريطانية مثلا في أمريكا عندك سينا وفاكس والمس ام بي سي قنوات الإخبارية كلها عن طريق الكابل فهي بريسولد يعني داخل الكابل ضامنين الانكم يعني مع كومكاست ومع وورنر براثرز اللي يكون الكابل اللي ياخذها ففي دخل بغض النظر عن الإعلانات طبعا فيه إعلانات بس هم دخلهم الأساسي من الاشتراكات وهي أساسية في كل كابل حتى في أوروبا فإنك تجي تحطها على نفس نظام الجزيرة هنا مثلا بث مفتوح للناس خصوص الناس ما تدفع هنا على ذا كنا يعني متخوفين منه صراحة من هالناحية بعدين براح الموضوع جيوم جاء بعدها بفترة كلموني من الديوان قالوا تجي تقابل الملك عبدالله الله يرحمه ورحت قابلته قال لي عبد المجيد علمني عن مشروعكم مو مشروعكم يعني كيف ممكن نعمل قناته كذا فشرحت له وقال لي طيب بس ترى أنا ما ودي أنها تنعمل بالطريقة هذه مثل مثل اللي عمله القطريين أو غيرها من المشاريع أنا أفضل أنه نعرض على أصدقائنا في الدول العربية اللي يرغب يدخل شريك في هالمشروع أنه نرحب فيه وحتى إن شاء الله لو يدخل بواحد في المية مو بلازم يدخل بنسبة كبيرة لأن أنا ما أبيهم يشوفون أن هذا المشروع ضد أحد أو حننا نعملها يعني متوجه يعني بايدولوجي معين أو نبي يعني نهاجم في أحده فقلت أسم مع أنه يعني داخلياً ما أنا مقتنع صراحة يعني العرب ما عمره مجتمعوا على شي يعني بيجتمعون على قناة بعد وين بيديرها كيف بكرة بيصير هالبورد وكيف بسماء يعني بس طبعاً قلت سمعوا طاعة بدي أبشر ورحت قبلت أتذكر يعني مجموعة منهم ذاك الوقت يعني الشيخ صباح رحب واتذكر قال لي وش الاستثمار وكذا قلت والله حنا حطين مبدئياً عشرة في المية الحصة يعني على عشر حصص يعني على أساس ممكن عشر دولة وأوت يعني كل يني أخذ اللي قال لي أبي حصتين أنا أنا أدخل بعشرين في المية وكان وزير الإعلام وقته الشيخ أحمد الفهد كان معنا بالاجتماع ما قصرت وذكر ذكر رحت علي عبد الله صالح في اليمن وقتها وشرحت للموضوع قال لي أهلا خشمي أقل بلغ الملك عبد الله أنا أول واحد يعني وديني لتبت علي قال لي بس المملكة تدفع فيبي عشر من المية ببي عشر من المية بس أنتوا بدفعوا أنتوا بدفعوا ف ورحت يعني زرت كذا واحد ورفيق الحريري طبعا رحب كثير كان هو رئيس وزراء لبنان وقتها أنه يدخل فيها معمر قداف ولا ولا فتجولها معمر لا يعني قصة شوي مختلفة لأنه معمر يوم أنا طلبت موعد يعني صادفت أنه الموعد أعطنيها قبله بشهر يمكن أنه بعد قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ صار فيها الاحتكاك بين الملك عبد الله وبين معمر فأنا رحت على الموعد يعني برمج وكذا وكيد في دبي وما كد يعني حتى ما كنت يعني مركز على موضوع اللي صار يعني فيوم رحت لأثر رجال معبي على المملكة وعلى الملك عبد الله ويوم خلصنا الاجتماع العربي ويوم العربي قالوا طيب طيب بس يا إخوان لو سمحتوا أطلعوا اللي معاي كلهم طلعهم قعدت أنه إياه لحالنا فجلستنا وإياه لحالنا طلع بالكلام تماما عن القصة العربية وقصة القناة ودخل في موضوع الخلاف اللي بينه وبين الملك عبد الله فأنا قلت لها هذا ما اختصاصي وأنا ما أعمل في الحكومة السعودية ولا لأي علاقة في هال الموضوع ويمكن أحسن هذا يكون في قناة مشتركة بينكم سواء من خلال السفيرة ومن خلال الوزراء اللي يتعاملون معكم قفلت مع الموضوع وطلعت من عنده وحنا طلعا ندور السلام ما تلمون والله وتشك كانت المفروض أنها قناة العربية اللي تجمع كل هذولي لكن فعليا ما صار شي أنتو انطلقته بتمويل من تمويل ذاتي وبديتها الفين وثلاثة ايه هي بدأت تمويل من الـ MBC من الـ MBC يعني في البداية وعلى أساس كان مفروض أنه الكويت معنى الكويت صار في خلاف بسيط في بداية البث كان بدأ الغزو الأمريكي على العراق ذات الـ 2003 صحيح ايه 2003 فكانت تزامنة انطلاق العربية مع بداية الغزو فكنا احنا ماخذين التسمية اللي الأمم المتحدة أطلقتها أنه الغزو غزو العراق غزو العراق فالكويت كانوا يسمونه حرب التحرير يعني تحرير العراق من صدام ومن الـ فقالوا لنا لا لازم تغيرون العنوان أنكم تخلونه حرب التحرير على الكويت يعني وأنا معلوم الكويت طبعا من اللي مروا فيه يعني ولكن احنا ما نقدر نطلع خارج السياق اللي لأمم المتحدة تستخدمها ايه فصار هذا الخلاف بعدين قالوا بننسح بجا نحن الموضوع وانتهى الموضوع يعني كملنا حني وصارت فقط السعودية هي اللي خلف القناة في البداية الـ MBC يعني الـ MBC يمكن من اللحظات المهمة أيضا اقصد لحظة معنوية مهمة في مرحلة MBC دبي انها اقيمت مناسبة انت دعيت الدكتور غازي قصيبي الله يرحمه عندك في البيت بحضور مجموعة وقال لما كنت سفير في لندن جاء شاب صغير يحمل معاه حلم كبير وتكلم بشكل يعني فيه اشادة كبيرة لتجربتكم وأتذكر يعني كتب مقال على هذا الموضوع ومنها أخذتنا هل السالفة هذه فودي تعطينا مش قصة المناسبة دي لا أبدا ودكتور غازي كان وزير وقتها وكان جاي فيه مهمة رسمية في بوظبي وطبعا بين الصداقة وبين عشرة أيام لندن فكلمنا قبل ما يجي قال أنا بروح لبوظبي بس بالليل بجي تعشى معكم وجمعنا نفس الشلة تقريبا اللي كانوا في لندن كانوا موجودين استمتعنا مع الله رحمه وترك كانت هذه آخر مرة شوفوا فيها بعدها سافر لأمريكا للأجر الله يفر الله ورحمه وفي نفس هذه الفاترة برضو بدأت موضوع شاهد 2011 لا 2008 2008 نعم بداية شاهد كانت 2008 شاهد مفتوح كان اللي يسمونه كاتشوب اللي هو مواد التلفزيون نفسها يلقونها الناس لو اللي فاتها عام المسلسل وبرنامج ويقدر يشوفه في فترة لاحقة وبدأنا 2008 وذلك الوقت ما كان يعني صحيح نتفلكس كانت بداياتها والتقنية بدأت تظهر لكن المدفوع أنه الانترنت ما كان بالقوة اللي صار فيها بعدين يعني فترددنا في مسألة أنه يكون مدفوع وأنه نستثمر ونحط فيه رسمال مع أنه أنا أتذكر في مجلس إدارة الأم بي سي كانت أم بي سي تدفع ديفيدنت يعني تعطينا أرباح يعني ذاك الوقت فكانوا يقولوا من بدل ما توزع أرباح على الشركة حطها في شاهد ذاك الوقت الإدارة ما كانوا متحمسين كثير الصحيح يعني وقتها بدأنا الاستثمار في شاهد 2020 قاعدت في 12 سنة عشان تؤمنون بالموضوع لا هو لأن الانترنت يعني وصل بالشكل يعني خلاص يعني صار فيه ثقة أنك تحط يعني ثقل عليه ونتفلكس يمكن غيرت سلوك الناس وعرفتهم أكثر على هذا النموذج صحيح صحيح وطلع أمازون وطلع يعني بدأت مرصار تكون أوضح و2020 بعد يعني كنا محظوظين أنه بدأنا مع بداية البنداميك يعني مع بداية كورونا كان إحنا بدأنا في جانيوري وكورونا صارت في أظن شهر ثلاثة أو أربعة من نفس السنة فصار الانغلاق في معظم الدول العربية وهذا ساعد في انتشار والاشتراكات وانتشار شاهد بشكل ممتاز مرة بالنسبة لنا يعني ذكر في رمضان بعد من مئة ألف في رمضان وصل مليون هذا على طول يعني في أول خمس ست شهور يعني أنا كنت واحد منهم أنا أول مرة اشتركت ودفعت كانت في رمضان عشرين عشرين وقت الجائحة صحيح فهي اللي كانت لحظة الانطلاق اللي شاهد وحنصنف شوي عن شاهد بس أنا برجعك للتسعينات وأقول لك ضيعت 200 مليون دولار ولح علاقة هذي بشاهد نوعا ما ويش قصة 200 مليون يضعها هذا في احنا ذلك الأيام اشترينا اليونيتد بريس انترناشنال من بانكربسي كورت هذا في التسعينات صح؟ بداية 92 لا 91 في آخر 91 بداية 92 كانت مفلسة كانت مفلسة في المحكمة ولقناها فرصة واربع مليون دولار يعني ولا شيء يعني وقتها طبعا بعدين اكتشفنا ان في وراها لأي بلتي كبيرة يعني انه الموظفين كانوا مرتبطين باليونين احنا ما كنا فاهمين قصة هذه الاتحاد العمال في امريكا وكيف يشتغل وانك ما تقدر تفصل احد فكان في عدد كبير من المكاتب الصغيرة في كل قرية في امريكا وكل مدينة لليو بي عي فيها موظفي ما تقدر تفصلهم طبعا هذول عباء كبير على التشغيل على الشركة المهم انه في البيت الابيض في امريكا عندهم اي رئيس امريكي جديد صحفيين البيت الابيض يدعونه في مناسبة على عشاء في حفل يسمونه غريد ايرن كلاب هذا الحفل يجي الرئيس يحضر واللي يكون يدعي للحفل وهو اللي يكون رئيس رئيس الصحفين البيت الابيض هي بالنيابة كل واحدة من وسائل الاعلام الامريكية يحطون المندوب في البيت الابيض يكون رئيس الفترة معينة بعدين يجي اللي يبعد و اللي يبعد كذا يتناوبون عليها على حظنا بالصدفة ذيك المرة كانت هيلان توماس مراسلة الـ في البيت الابيض هي رئيسة الصحفين البيت الابيض فهي بالعرف تدعي رئيسة هي اللي أنا كان ذاك الوقت يجلس جنب الرئيس كلينتون فرحت حضرت الحفل كانت فرصة طبعاً وبقيت جنب الرئيس كلينتون و جلست وقعت سولفت نه وياه مدرش طبعاً ومعطينه عني خلفية وعن الـ MBC و UPI وكذا فقال لي أنا مستغربة ليش تستثمر بالشغلات هذه خصوصاً اكتبوك بادي جديد كانت أول سنة لنا صحي ترى فيه شي اسمه انترنت ترى الحين احنا اطلقناه وترى الانترنت الآن كان أول للاستخدام العسكري الآن صار للاستخدام العامة يعني للناس وهذا هو الإعلام الجديد وهو المستقبل والسوبر هايوي ومالسوبر هايوي كان يعني يشرح شرح كامل وباشنة يعني كان هو بالنسبة لهذا هذا مشروع يعني هو من طبعاً من الانتخابات هو كان يتكلم عنه والقور اللي أطلقه وقتها ف وقتها ياهو كانوا طالبي من UPI انهم ياخذون اسم UPI يخطونه على صفحة الأخبار في يهو ويدفعون UPI مقابلها مليونين دولار عبارة عن اسهم في يهو ف رئيس اللي كان ماسك UPI وقتها رفض العرض طلب أكثر وشي زي كده يهو طبعاً ذا كل وقت يهو وأمريكا أونلاين قبل قبل جوجل وقبل فيسبوك قبل الدولة كلهم يهو وأمريكا أونلاين طلعوا مثل الصاروخ اللي سموها ال .com bubble ايه .com bubble فكل سنة أنا أشوف المليونين دولار هذي كل ما أنا تطلع تطلع وصرت 200 مليون على 99 وصرت 200 مليون الأسهم نفسها اللي كان قيمتها مليونين ف فرونك ما أخذها كلا سويت MBC ولا لا لا وكما خسرنا شي ترى بس يحطون اسم UPI بس قسر نظر من الإدارة اللي كانت موجودة وقتها صراحة رزق ما كتب لك ايه بالضبط ونرجع لفترة MBC دبي اللي كانت فيها العربية جاءست تشكل وبدأت وأخذت خط تحرير ودي أفهم وش طبيعة العلاقة بين MBC والعربية وش موقع الحكومة السعودية في العربية هل تدخونتهم في التحرير ولا لها تحرير مستقل ودي أفهم هذه أكثر أوكي الملك عبد الله الله يرحمه يوم يوم سألني عن العربية يوم بعد ما الأميرة عبد المجيد حكى معاه وقته وجلست معه يوم سألني عن العربية قال أنت من وين بتجيبون الناس ومن وين يعني كيف بتسوونها قلت له أنت شوف أخبار الMBC قال لي قلت خلص شفت ترى هذول اللي عاملين أخبار الMBC ترى نفس غرفة الأخبار هذه هي اللي بتكون العربية هم إحنا حادينهم بالMBC إنهم ما يسقون إلا كان أول شي نشرتين بعدين نزلناها إلى نشرة واحدة لأنه حنا قناة منوعة بس أنا لو قلت لهم روحوا الآن عملوا قناة ترى ما ما حيكون عندهم مشكلة يمكن يضيفون بعض الصحفيين بعض الموظفين زيادة بس ما عندهم مشكلة أنهم يعملونها فإذا أنت عجبتك أخبار الMBC ترى ما هتكون مختلفة كثير عنها قال لي لا ممتازة عال أخبار الMBC قتفت ترى ما هتختلف كثير عنها وقتها طبعا احنا شوف احنا علاقتنا مع الحكومة السعودية علاقة تكامل يعني ما عمر الحكومة السعودية دخلت في أنه والله هذه خطوط لا تتعدونها هذا مدري إيش ينقال وهذا ما ينقال هذا بس طبعا الصحفيين اللي موجودين والناس اللي يعملون كلهم عندهم الخبرة وعندهم التجربة وعارفين حدود يعني في خط لازم يكون عندك خط أنت وش اللي يميزك يعني كل واحد له خط ماشي عليه يعني أذكر في موقف قال لي يا الوزير الدكتور عبد العزيز خوجة يمكن وزير إعلام في مرة من المرات كان جالس عند الملك عبد الله وطلع على العربية خبر مقابلة مع عبد الحليم خدام في ذاك الوقت كان انقلب على الحكومة وعلى بشار الأسد والحكومة السورية وقتها يعني وطلع الخبر طبعا كان خبر كبير ومجلجل وعظيم كان ليلة راس سنة فيقول أنا كنت في المجلس عند الملك ملك يتفرج وكلنا نتفرج ورفعوا الصوت وده فيقول أنا ما عندي شك ولا واحد في المليون أن الملك عارف عن الموضوع وهو يعني الموضوع مرتب يقول طلعت كلمت حقين التلفزيون السعود قلت خدهم العربية وحطوه عندكم لأن هذا يعني موقف دولة لأنه موقف دولة يعني موقف قصدي كبير يعني فراحوا طلعوا بالتلفزيون السعود يقول ما أخذت إلا أثر أحد كلم على الملك وبلغ الملك يقول وينهف الملك الله يرحمه عليه أنتم هفول تخلينا ناخد موقف ضد بلد عربي ثاني وش تخلك في ذلك كيف الله أنا ما اجتهاد واجتهاد خاطر يعني الملك الله يرحمه ما كان يعني سواء الملك فهادي والملك عبدال ما ينظرون للي يطلع في الان بي سي أو العربية أنه يمثل رأي الحكومة السعودية هي علاقة تكامل في شي في وجهات نظر في شغلات يعني يهمهم أنها تطلع مثلا نتواصل فيها مع بعض المسؤولين أن نظهرها بالشكل اللائق والمناسب في حال أخذت مواقف معينة بس ما في شي اسمه طلع ذا ولا طلع ذا بس ما هو سر أن الحكومة السعودية تملك في قناة العربية ولا لا وأنتو تملكون ومتشغلون لا إحنا العلاقة بيننا تسهيلات في حال أنه ما كان في دخل تجاري كافي الفكرة كلها أنه الـ MBC والعربية مستقلة تماما وتجارية بحتة في حال أنه توفر الجانب الدخل التجاري فاللي يصير أنه بعض الحيان يصير في تسهيلات إلى أن يكون في دخل كافي للـ للإستدامة عشان تستمر للإستدامة نعم التشغيل التجاري للمشروع في نفس ذلك الفترة الأمير وليد بن طلال بدأ قناته الأخبارية لقناة العرب وكان يعني تموضعها أو وصفه لها بأن الجزيرة قناة الشعوب العربية قناة الحكومات العرب نبغاها في النص كذا كان يصف التموضع هل هذا تموضع العربية صحيح؟ أبدا بالعكس اليوم اليوم العربية واصلة للشعوب أكثر من أي قناة عربية ثانية اليوم كيف نسب المشاهدة نسب مشاهدة العربية اليوم في العالم العربي أكبر من أي قناة ثانية يعني العربية والحدث حتى الحدث يعني حاني يصير عندنا مشكلة بعض الأحيان مثلا أعطيك مثال يعني مثلا يوم الأحداث السودان يعني العربية كرست كل البث للسودان مثلا الأحداث اللي صارت كان في مشكلة لأنه الناس تعتمد على العربية في تغطية الأخبار الأسواق المال بفترة افتتاح السوق كان يجينا كمبلينز كثير من الناس أنه طيب حين رحتوا للسودان وين نحن وين نبي نبي العربية ونبغى التحليل ونبغى فبالعكس العربية قناة الشعوب بالدرجة الأولى يعني ومرحلة أيضا دبي كان فيها التوسع لقنوات الدول نحن شفنا قنوات التخصص أو المجال اللي هي قرات أفلام قرات أطفال هذه حكينا قصتها لكن أيضا بدأتوا في موضوع قنوات الدول MBC مصر MBC العراق MBC الفرس أو فارس وش السر هذه جغرافيا شف بالنهاية أنت اليوم اليوم المطلوب أنك تكون اللي يسمونه بانارب اللي هي القنوات اللي تبث على العالم العربي كله ما عد صارت تقدر تنافس القنوات المحلية لأن الناس يبون أخبارهم يبون شعونهم يبون أكلهم ثقافتهم فيعني هذا ما تقدر تعمل على كل الدول العربية بنفس الوقت يعني فرحنا إلى أنه لا كل منطقة يكون لها قناة خاصة فيها يعني ولكن في محتوى يمكن يشكل خمسين أو ستين في المية مشترك يعني اليوم مثلا إذا عملت مسلسل ضخم أو عملت عمل معين بيكون بيشوفونه كلهم أو مثلا برنامج مثل بيشوفونه أو عرب أو حكاية وعد أو حكاية وعد هذه تلقام يشوفونه في كل على فكرة على الطريق حكاية وعد أنا هنيك على البرنامج تسلم الله يزاكر الحقيقة أنا أفتخر أنه حكاية وعد كان موجود على في رمضان وهنيك على التعمق في موضوع الرؤية يعني اليوم ما شاء الله أنت مرجع في هال الموضوع وأنا ما أمدحك في وجه أكترا أنا أقول من قفاك شكرا لثقةك دائما شكرا لثقةك وكل النساحة والنبي سي ترى تفتخر أنك تكون موجود فيها وأنه أحمد شغيري موجود فيها وأنه شباب السعوديين اليوم فعلا نفتخر فيهم وانتشارهم على العالم العربي كله مو بس في بلدانهم تسلم شهادة اعتز فيها الله يحفظك في نفس فترة دبي دخنت على ملف مرة مثير وهذا الملف يستمر في الإثارة إلى الآن ما حد برد كبودنا موضوع القنوات الرياضية عام 2014 أنت وفزته في حقوق نقل الدول السعودي وكانت العقد عشر سنوات بتكلفة حدود ثلاثة فاصلة ستة مليار ريال على عشر سنوات طبعا صحيح لكن ما كملتو وش اللي صار أبدا هو كان قرار من الاتحاد السعودي الكرة القادم نحن نحن نتفاكل مع الاتحاد السعودي قرروا أنهم ينتظرون على التشفير يعني يمدون فترة البث المفتوح وأحنا غير مجدي بالنسبة لنا اليوم نقل التلفزيوني في العالم كله هو نقل مشفر وبشتراكاته لأنه الحقوق أصبحت مرتفعة جدا لشراء من قبل المواصلات العلمية مبلك وش اللي رفعها يعني وش اللي اختلف لا لا في العالم بالعالم هي مرتفعة بس أضرب اللي صار في العالم بعشرة في منطقتنا يعني منطقتنا الارتفاع غير منطقي وغير مجدي و أنا أتكلم عن الحقوق العالمية يعني مثل تشامبيون ليغ برمير ليغ كل الدورات المهمة الأوروبية أصبحت أسعارها فلكية أنا أعطيك مثال تشامبيون ليغ أم بي سي أخذته خمس سنوات أعتقد يمكن من خمسة وتسعين وستة وتسعين إلى ألفين أو ألفين وواحد كنا ندفع خمسة مليون بالسنة خمسة مليون دولار أجيب نعم وهذه البث في العالم العربي كل العالم ميناء ميناء ميدليس نورت أفريكا اليوم تعدى ميتين وخمسين مليون دولار طيب ما فيه أي مبرر ينقلوا من هنا لهنا لو تشوف نفس نفس خنقول الشامبيون ليغ في بريطانيا خذ بنفس الفترة هذيك والآن ما حتشوف التباين في الأسعار هذا بس صار فيه خنقول مال حكومي مال سياسي دخل في شراء الحقوق وألغى العملية التجارية في الموضوع بالنسبة للدوري السعودي حنا عملنا دراساتنا على التشفير فيوم اتخذ القرار من الاتحاد السعودي بلوه هنا أنه لا نبغى نأجل التشفير الغين الاتفاق وصار فيه تسوية معهم على المدة الأول الخسارة اللي حنا خسرناها وانتهل الموضوع ووقته ومن ذاك الوقت المهتمين بالشأن الرياضي يقولون من بعد ART ما جتنا أي لحظة نتابع الدوري حقنا اللي هو أقوى دوري عربي ومن الأهم عالميا بشكل مرضي اليوم أسألك كمختص في الإعلام ما هو كرئيس MBC ليش ما إحنا قادرين ننجح في صنع قناة رياضية توازي اسم المملكة قدرات المملكة تميز الدوري حقنا حجم المشاهدات في الدوري والله أنا أختلف معك في مسألة أنه أنه البرو سبورت اللي حنا سوينا أنه ما كانت مرضية أنا أعتقد البرو سبورت كان نقلها نقل ممتاز ولكن طبعا عادة عشان توصل لل الكلام اللي اليوم تقعد تشوفها في أوروبا وفي في بي أن حتى بي أن حتى بي أن التكاليف تكون أعلى بكثير يعني أنت هذه تعتمد على الاشتراكات وتعتمد على عدد الاشتراكات كل ما زاد المشتركين كل ما أنت تستثمر أكثر في النقل بين طبعا حالة خاصة لأنه حكومية يعني الحكومة هي اللي تدفع ما تقدر تقول لأنه والله هذا بحكم عدد المشتركين يعني بس لكن حتى برة الهدف من تحسين النقل وعمل برامج وعمل تحليل أقوى وجذب محللين بس ما أكبر كل هذا استثمار ولازم يكون من المقابل فيه اشتراكات فإذا ما فيه اشتراكات يجي هنا الكياس على حسب الجهة اللي متولي النقل يعني اليوم وزارة الرياضة هي اللي متولي النقل S.S.C وطلبوا مننا أنه يكون فيه اشراف من فريق تقني من M.B.C يعني أنه نرفع مستوى النقل والحمد لله يعني في الثلاثة اربعة شهور الأخيرة ممكن لحظت أنه النقل تحسن كثير بالفترة اللي فاتت وحيتحسن أكثر في الموسم القادم يعني بس لازال النقل مفتوح ما هو مشفر يعني ما هو تجاري يعني بالمعنى وهذا ما حيساعد في تطوير النقل التلفزيوني طالما لا يساعد هنا عاد يرجع للجهة الممولة لعملية النقل إذا بغوا يصرفون أكثر ممكن يكون أفضل يترفع مستوى أكيد يعني وعندك خيارات يعني أنت ممكن مثلا اليوم HD ولا 4K ولا إيش هلا 8K إنت تقرر يعني نوع البرامج نوع الضيوف اللي تجيبهم معلقين كلها يعني قبل ما نقف في المرحلة الدبي وننتقل لمرحلة رؤية 2030 نتكلم على صورة ذهنية عند المجتمع أو عند شريحة من المجتمع عن MBC بأنها القناة التي تنشر الانحلال هي مشروع تغريب للمجتمع المحافظين كانوا ولا يزالون من زعجي من MBC قناة الأطفال في تحذير شديد منها وأنها أخطر ما يمكن أن يشاهدها للإنسان هو قناة الأطفال وحطوا مقطع لأحد البرامج اللي فيها قوس المطر وإشاعة للشدود أو شيء زي كده فوش تعليقك على نظرة المجتمع المحافظ لMBC وسلوكها الغير مرغوب أو غير محبب من هذه الشريحة أول شيء أنا أتحفظ على المحافظين أو المجتمع المحافظ أنا أعتقد إحنا كنا في على سنوات طويلة في صدام مباشر مع المؤدلجين ومع المضطرفين دينياً أكثر من ما هو قصة المحافظين يعني اليوم بيّن واتضح أنه الحمد لله البلد كلهم محافظين وعوائلنا اللي نعرفهم وهلنا كلهم محافظين ولكن ما هم مضطرفين بالدرجة اللي كان كنا نواجه فيها من المجموعات هذه ولكن برجع شوي وراء للحملات الحملات ما كانت من جهة واحدة كان خلفهم جيوش من دول متضرر من الـ MBC ومن العربية ومن تدعم الحملات هذه وهذا بعدين احنا اكتشفنا من أجهزة يعني حكومية بلغونا من وين المصادر يعني تجي وبعضها من نفس اللي حكيت لك عنهم قبل اللي كانوا يبتزون دول الخليج في الماضي وأصبحوا الآن حاطلين وما عندهم شيء بس عندهم يعني عندهم أساليبهم وطرقهم في الركبو على موجة السوشال ميديا الجديدة فأي شيء يجي على MBC أو على العربية تلقاهم يدعمونه فكانت تجي من جهات مختلفة يعني وطبعا بغض النظر من اللي يبدأ الموضوع الباقي كلهم وراء بالنسبة لللي تحكي عنها مثلا حقة الريمبو هذه اللي هي على MBC 3 وال قوس المطر ايه قوس كوزح الحين قوس كوزح للأطفال التعرف الأطفال معظم برامجها فيها ألوان وفيها قوس كوزح يعني هي الطفل البري سكول هذا الصغار معظم برامجهم هي أصلا فيها الألوان ومالألوان وكذا لكن اللي صار جاءوا غيروا الصوت شالوا الصوت الموجود وحطوا صوت يعيد موضوع المثلية ومعرف على الفيديو هذا ونشروه ما هو بهذا النص لا لا طبعا لا رجعنا حنا للأصل أبدا الصوت واضح اللي موجود ما له علاقة باللي طلع فالناس تأخذ على اللي تشوف يعني يعني اليوم اليوم معدو صوت اليوم يقدر يجيبك أنت عمر بشكلك وبصوتك ويخليك تقول اللي هو يبيه ويطلع على الناس يعني فموضوع الارتفيشال انتليجنت اليوم وقديش ممكن يغير في الشكل وفي الصوت وفي ويخليك تقول كلام وشفناها في مقاطعة كثير وتقنية موجود وصارت متوفرة على مستوى الناس العاديين بابليكيشن في تليفونها يعني يقدر يسويها فشوي خلن نقول كانوا منظمين وكانوا يقومون بحملات مرتبة ومدروسة ويضربون في العربية وفي الـ MBC بطرق مختلفة وشيء مباشر وشيء غير مباشر وما كانوا كلهم على فكرة على شكل لحى ورجال دين كانوا بالعكس بعضهم يجي على شكل مهندس وعلى شكل دكتور وعلى شكل ولكن هو مؤدل يعني ميولوا أخوانية ميولوا سرورية ميولوا معرفة يعني على حسب ويطلعون ويتكلمون والحمد لله يعني اليوم كل هذه انكشفت للناس يعني معادي سر ولكن في نفس الوقت ترى على فكرة ما يعني انو MBC ما تخطي ترى في كثير من من اللوقات يكون في خطأ يكون في عمل طلع بشكل غلط يعني أعطيك مثال أنا مثلا كان فيه مسلسل اسمه ضحايا حلال عرضوه على شاهد من سنة وسنتين وذكر كلاموني عليه وقته من وزارة الإعلام أنه فيه عمل أنا ما شفته الصراحة يعني بس طلبت وشفته طيقت كثير يوم شفته لأن النفى النص اللي كان موافق عليه من شاهد ومن MBC كان معمول بشكل معين مكتوب بطريقة معينة التنفيذ كان بشكل مختلف تماما يعني الفكرة كانت أنه وحدة تتزوج واحد كبر ولدها كذا مكتوب هذا اللي كبر ولدها هي حرمة كبيرة يمية صغيرة المفروض يكون عمره 18-19 سنة وطالب في الجامعة اللي نفذ راح جاب ولده عمره 12 سنة أو 13 سنة صغير يعني خير يعني ومرت وطلع العمل ظهرت الحلقة يعني هذا خطأ ما في شك وسحبنا المسلسل في لحظاتها وغيره وشاله المشهد وعاده وتصويره بالشكل الصحيح يعني فيصير خطأ وإذا صار نعتذره ونسحب العمل ونتعامل معاه بس لو بنقول MBC هل هي توافق قيم المجتمع تصادم قيم المجتمع تحلق في قيم خاصة فيها ولا هدخل في المجتمع واش بيكون الخيار أنا أعتقد MBC بدأت في مشوار من بداية التسعينات كانت سابقة اللي نشوفه اليوم من منصات مثل نتفليكس وديزني واليوم يعني نحن نشوف سبايدر مان ديزني اليوم المثلية والأطفال مو مو الكبار حتى يعني الناس لازم تعطيهم محتوى بديل يعني هل المحتوى البديل هذا محافظ أو غير محافظ هذا موضوع أنا أعتقد يحكمون عليه الناس الناس أنا أتكلم على السواد الأعظم من الناس ما هو على فئة معينة يعني و إحنا راضين تمام الرضا عن ما يقدم في المجموعة سواء في شاهد وفي القنوات أو في الإذاعة أو في كل المنصات اللي إحنا مسؤولين عنها ما عندنا أي تحفظ أبدا وبالعكس أنا أعتقد اليوم الـ الـ هي قناة العائلة بالدرجة الأولى وهذا نلمس من المشاهدين بشكل مباشر الحمد لله خلينا نقفل مرحلة دبي إحنا خلصنا لندن مرحلة دبي الحين نفتح مرحلة رؤية السعودية 2030 فيه حراك غير عادي في السعودية عموما في ملف الإعلام والمحتوى والناشنال أو الأبطال الوطنيين في قطاعاتهم فمن أكثر بن زاوية MBC صار لها تقاطعات مع الرؤية وصار لكم لقاء تاريخي مع الأمير محمد خلينا نتكلم على MBC في مرحلة الرؤية وش اللي صار في أول لقاء مع الأمير وش دوركم اليوم في رؤية السعودية 2030 شوف أنا سمو الأمير محمد قابلت أول مرة عام 2014 كان رئيس ديوان ولي الأهد ملك سلمان الله يحفظه وجلسة سنوية جلسة يمكن ساعة وأكثر كان منطلق فيها وبنفس الوقت متضايق من بعض الشغلات اللي كانت موجودة واللي يمكن كثير كانوا مترددين في التعامل معها وسمعت عن سمع مني عن تجربتنا وعن التوقعات وأتذكر وقته حتى طرح أنه طيب انتم ليش ما جيتوا السعودية يعني فشرحت معوقات وكذا كان يسجل لا يحفظه وبنفس الوقت كان يقول أنه حنا يهمنا كثير أنكم تتوسعون أنكم تكبرون أنكم ونعتبركم جزء مكمل للرؤية اللي حنا رح نمشي فيها فهي يعني أنا أنا خنقول كان عندي شوي بيك على الرؤية قبل ما تصير الرؤية يعني فال2018 لما جلسني معاه كانت تضحت الصورة أكثر وبدأنا فعلا عاد نتكلم على إيش القطاعات إيش التوجه اللي منطلق فيه المملكة وهذا طبعا من نسبة لي أنا كان صدمة كبيرة يعني وش كان لكم أنا ميل وش كان الحوار على أيش يعني 2018 السعودية بلد شاب فنسبة الشباب عالية جدا من الجنسين وهذول لهم الطلبات يعني كانت نتكلم عن عن الإعلام الترفي كل القطاعات يعني المسرح فعاليات كل القطاعات تقريبا وحنا فقط مستقبلين طيب متى حنا نقدر نصدر متى إحنا نقدر على الأقل نكتفي ذاتيا ل شعبنا في المملكة وطبعا بالنسبة لنا كان حلم بعيد جدا وبدأنا نلمسه وبدأنا نشوف أنه هذا ممكن فعلا يتحقق وهل حسيت أنه مهتم يعني يدعم المشروع يوسع الآفاق في وين ممكن نوصل وين ممكن نتخيل في قطاع الإعلام بشكل عام في MBC بشكل خاص هل كانت هذه المساحة موجودة أو كان نقاش تحديات بس انتقال للرياض أنه كيف تتخيل الرياض رابدا ولا كان في 2018 ما كان في كلام حتى عن الرياض ذاك الوقت يعني كان الكلام على هذه الصناعة كلها وين رايحوا وكيف نحن نكون فاعل فيها كجزء من الرؤية هذه الرؤية أنه طبعا هي الرؤية على كل القطاعات هذا أحد القطاعات يعني فأول شي سمع مننا بعدين قام يعطينا هو كيف شايف التوجه وقال أفدا أنتو بطول عمركم تشتغلون قريبين من الحكومة وعند بينكم بين الحكومة علاقة وتكامل فهنا نبقى نطور هالموضوع بشكل أكبر وعطونا احتياجاتكم كيف ممكن أوكي طيب الحين إذا لو افترضنا أنه هذه الشركة اليوم بتكون جاذب لبعض الكفاءات وبعض المواهب في السعودية مثلا كيف ممكن حنا نتوجه إلى أن نفتغث بعض البنات الشباب في تخصصات أنتم تحتاجونها يعني وش احتياجاتكم بالضبط يعني في هال المجال وطلع منها شغلات كثيرة من ضمنها امبيسي ااكاديمي يعني اليوم امبيسي ااكاديمي اللي استفادهم من برامج امبيسي ااكاديمي 18 ألف شاب وشاب بالسعودية اليوم في أحد الأعمال عندنا اعتقد فيه ممكن 300 شاب وشاب بالسعودية اللي يروحون في فترات مختلفة يشاركون في عملية الانتاج والتصوير وشغلات ثانية مثل المكياج مثل الإضاءة مثل في كل المجالات يعني بس هل بعد هذا اللقاء كبرت الأحلام ولا صغرات وش رؤيتكم بعد هالجلسة هل اختلفت اختلفت كثير وش اللي اختلفت اختلفت كثير لانه اليوم صار صار الموضوع واضح بالنسبة لنا اكثر يعني يعني تخيل انت انه من عام 91 ومن بداية الان بي سي من اول يوم واحنا ما نشوف اللي هنا كذا يعني يعني تمشي انت وتخبط ما تعرف وبيش دار بتسقع لا في بث ارضي قاعد على الدش والدش يمنع وما يمنع والبحرين وقفت الكويت وقفت المغرب وقفت يعني ما تدري كيف وضعك بصير يعني لندن الكوست يرتفع عليك من هنا حتى بعد ما جينا دبي برضها الرؤية مي واضح 100% يعني اليوم انت المعلن معاك بكرة بدأ تطلع منتج اخر اعلامي راح تجهله يعني اليوم حننعاني مثلا من يوتيوب من من فيسبوك من جوجل من كل المنصات وال الأونلاين الاندفورتايزينج اللي قاعد يسحب من المحطات التلفزيون والإذاعة والمشاريع التقليدية فهي الصورة مي دايما يعني مبسطة وواضحة يعني كل يعني كل يوم تلقى عندك تحدي مختلف وتشالنج من هنا ومن هنا فتتعثر وتقوم تتعثر وتقوم بس اليوم اللي اختلف مع الرؤية انه لا صار فيه توجه وصار فيه عندك جهات حكومية هنا تتعامل معها عندها خطات طويلة الأجل فعلى الأقل نعرف من هنا ليل 2030 وش بسوي هذا كفاية بالنسبة لي وش تبي توصل انت بعد هاللقاء وش صار الهدف احنا ان شاء الله هدفنا انه تشوف MBC من اكبر عشر كيانات اعلامية في العالم وتقاطعاتكم مع الرؤية ومشاريح يعني شفنا اتفاقية مع نيوم في مجال غريب ما تخيلنا MBC لها علاقة في موضوع الجايمينج وشفنا في مع هيئة الترفي مسرحيات ومشاريع وحفلات وشفنا مع القدية ايضا اتفاقية ومع الدرعية ولو تلقصنا وش اهم من مبادرات اليوم MBC قاعدة تساهم فيها من خلال الرؤية MBC تشتغل على عدة عدة محتوى محتوى وتملك المحتوى او الـ IP فيما يسمونه على الجايمينج فورت شغالين على الأنيمي بينه وبين القدية شغالين حتى على MBC للستوديوهات المفتوحة هذه مو بس الـ MBC للـ MBC والأي أحد مكرة يبينتج سواء من السعودية من الداخل او سواء من هاليوود وغيرهم اللي يبون ينتجون في المملكة وش دخل هذا كله في قناة انتوا في القناة وش دخلكم في الأشياء هذه المختلفة لا لا احنا الآن تعدينا موضوع قناة الآن استراتيجية الـ MBC هي شركة عالمية هي ما هي ما هي فقط قنوات يعني احنا وملاهي على بعض الـ 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 ويمكن مدام نجينا على طار هذه المرحلة في دائما يعني تحفظ على الـ MBC من ناحية تمكينها للشباب السعودين انها قناة سعودية بس السعودين ما هم ممكنين فيها كموظفين كمنتجين وهذه دائما تتكرر بشكل مستمر فود نسمع تعليقك عليها والله شوف عمر يعني انا اسمع طبعا اشوف في السوشال ميديو واسمع بعض الاحيان حملات وغير وعلى هذا الموضوع بس لازم نرجع للأساس يعني الأساس MBC هي مشاركة سعودية هي مشاركة بالمعنى انها تبث او انها تشتغل داخل السعودية للسعودية MBC اليوم global يعني شركة عالمية عندنا MBC بتواجدها في الدول العربية كافة بدون استثناء بتواجدها في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي أمريكا الجنوبية وفي آسيا للمشتركين في شاهد وفي أعمال شاهد اللي هي موجودة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ثلاثة لغات فأحنا شركة عالمية أولا وآخرا لكن المكان وجودك في المكان أكيد هيأثر على الطريقة اللي توظف فيها يعني اليوم إذا أنا موجود في مصر أكيد حيكون نسبة المصريين عالية عندي إذا أنا موجود في دبي مثلا حشوف مين الأرخص أو الأنسب أو الأكفة في يعني اليوم أنا فرضا عينت سعودي وجبته على دبي اشتكلفته علي أنا عشان يجيني في دبي بينما أنا عندي يمكن يمكن أكفة أردني أو مصري مثلا أو لبناني وموجود في دبي يعني بس ينتقل من مكان مكان هو ساكن وعنده مع هلو للحال وتكلفته بتكون أقل عليه من هذه الناحية الكوميرشي الحين أوكي الآن تونا من تقليل للسعودية بوجودنا بالسعودية ما في شك أنه نسبة السعوديين رح تكون أعلى بكثير وخصوصا بالمشاريع الجديدة لأن المشاريع الجديدة كلها متجهة لأعمار أقل وأعمار أصغر والحمد لله السعودية اليوم توفر فيها نسبة كبيرة من المواهب في هذه المجالات ومن الكفاءات في المجالات هذه أنا أعطيك مثال أنا مثلا على معاناتنا مع السعوديين في السابق يعني في بداية في التسعينات أنا أتذكر شباب سعوديين اشتغلوا معنا ذا كل وقت من عنف الهجمات اللي كانت توجه لل MBC من MBC وغيرها على فكرة حتى التلفزيون السعودي حتى الجرائد السعودية أي شي في هذا أعلام كله لبرالي أعلام كله إلى درجة يكفرونه يعني في ما بس كفروكم أنتم صار دمكم حلال أي يعني استبيح دم ملاك القنوات فترة صح؟ صحيح هذا أحد المشايخ فتخيل استقالوا عندنا شباب سعودي مثل الورد من أحسن ما يمكن كانوا وكانوا مشتهدين وكانوا في والسبب الاستقالة الضغوط ضغوط من أعوالهم من أهلهم يعني لأن أهلهم ما تحملوا اللي يسمعونه يعني يجي في المسجد ويلقى واحد يخطب ويسب فيها بالاسم كذا فيقول هذي يسب ال MBC في المسجد وانت تشتغل فيها أنا ما أكمل الولد فيحط ضغط على ولده نفسي أنه يترك ويتركون في كثير منهم تركوا أضف عليها كيف كانوا الجامعات يرفضون تخصصات اللي حنا كنا نحتاجها ذاك الوقت سواء في المسرح أو في الدراما أو في الإخراج أو في الموسيقى أو غيرها الموسيقى أصلا هذه كلها حرام على بعضها وين ما تروح يعني البعثات الخارجية كانوا يرفضون تخصصات اللي لا علاقة في عملنا يعني فكان في محاربة ممنهجة وسيطرة ممنهجة في قطاعات مختلفة اللي تخرج مواهب السعودية فصار المتوفر محدود بالنسبة لكم عشان كده يعني في ناس كثير يعني مو مستوعبين التغيير اللي صار الحين مو مستوعبين ايش معنات الرؤية يعني ايش معنات التغيير اللي الأمير محمد اليوم قاعد يسويه والنقلة اللي قاعد تصير هذه هتصير على كل المستويات يعني مثلا أعطيك مثال الكرة يعني كيف أول نظرة للاعب الكرة يعني كان في تحكير للاعب الكرة وكانوا أهله مستحيل يقبلون أنه هذا يروح في المجال ذا وحتى لو راح يعني يعتبر شبه منبوذ من العائلة اليوم يوم شفت أبطال العالم وشافوا هذول واش المخصصات اللي ياخدونها واش النقلة اللي انقلوا فيها عوائلهم وأهلهم وبلدانهم كيف تفتخر فيهم بدأت صورة تتغير كثير يعني حتى الفنان التشكيلي والطاهي الفنانين مثلا الفنانين يعني أنا مثلا أعجبني مع المستشار تركيا للشيخ في تكريم الفنانين السعوديين الكدامى مثل بكر الشدي الله يرحمه محمد العالي طرال مداح محمد عبده مسرح وحفلات تكريم لهم وتاريخهم هذا شيء عظيم يعني الأمير بدر الفرحان في وزارة الثقافة على رواد المسرح وعلى الفنون كلها الفن التشكيلي وغيرها من الفنون وتكريمهم والاهتمام فيهم يعني أنا أعتقد هذا ما كنا في يوم والأيام نتخيل أن نشوفه صراحة يعني من المآخذ برضو على MBC موضوع يعني جودة الإنتاج الدرامي أو المسلسلات وأنها ما تمثل المجتمع ما تشبه المجتمع وكثير منها يعني عليه كل فعالية بس مكرر نفس القصاص نفس الأحداث شيء ممل الناس ما تشعر بأنها تشوف شيء يوازي حجم تكلفة الإنتاج اللي مثلاً متخيلة عن مثل هذه الأعمال وش تقيمك لجودة الأعمال اللي تعرض في MBC وفي الإعلام العربي عموماً بس لك أنت شفت رشاش أي شفت أعجبك بس هو الوحيد اللي عجبني أوك ممتاز هو المسلسل الوحيد اللي شفت ممتاز ممتاز أنا لك نتفك أنا لك نتفك لأنه هذا اللي حتشوف من الآن وطالع أوك ترى يعني هذه النقلة يعني الرشاش هو بداية الانتقال إلى المرحلة الجاية فأنت متفق معنا أنه الإنتاج ما كان بس فيه سبب سبب ليش رشاش لأنه الرشاش جا ما عن طلاقة شاهد يعني فيه عندك مشترك اليوم قاعد يدفع فلوس زي اللي يشتري تذكر للسينما فهذا أنا احترمه هذا لازم أعطيه بالمستوى اللي هو اللي هو يتوقع عشان عشان يستمر معي ولا بيطلع مو بقاعد الفرق أول لا الفرق أنا أنا أحط أعمال للمعلن المعلن ميزانيته محدودة فأنا ما أقدر أجي أفرض على المنتج سواء اللي أنا أنتج الأعمال أو اللي منتج بره يعملها أنه يعملها بتقنية عالية غير مجدية طيب بالأخير كيف أنح أمشي هالجهاز الإعلامي اللي عندي هذا إذا قاعد أكلفهم بأعمال أعلى من مستوى الدخل اللي ممكن يجيبونه فعشان كذا أقول لك اليوم إحنا مثلا مع نقلة شاهد خلقنا كيان اسمه بي سي ستوديوس اللي عمل رشاش اليوم فأم بي سي ستوديوس اليوم فإنتاجها فقط هيكون من هذا المستوى أحلى وش في أعمال قادمة شوف مثلا بكرة بتشوف على فكرة كان دهار كان دهار من أعمال اللي خلنا اشتغلنا عليها على فكرة في العلاء صور في العلاء فيلم عالمي معاوية عمل عظيم يعني في مستوى يعني في مستوى الأعمال الأبك العالمية إن شاء الله بتشوفونه قريب عندك فيلم الآن بنصوره في القدية في آخر السنة هذه عن قصة بداية الإسلام اللي هي قصة الرسالة القديمة اللي عملها مصطفى العقاد ولكن نحن مخذينا هنا من زاوية أبو بكر الصديق فإحنا مسمينه الصديق مسمينه The Believer فإحنا مخذين العمل من زاوية أبو بكر تحبون مشاكل أبو خارج بالعكس ليش دائما الأعمال يعني رشاش سوى ضجة وأوقف ثم نعيد معاوية سوى ضجة الجابرية أوقف بالكامل هل هذا نوع من تسويق الأعمال ولا تتعدى الخطوط يعني وش تعليقك على سالفة الصدام اللي يصير مع كل عمل تنتجون أو مع أغلب الأعمال ذكرت أني حتى عمر كان علي جدل على عمر أنا ذكرت يوم قررنا نسوي مسلسل عمر ذاك الوقت رحت الملك عبد الله يرحمه كان في روض تخريمه وقلت لها ترب عندنا فكرة نسوي عمل وكذا قصة عمر فكان ملك عبد الله مهتم بقصة حوار الأديان ذاك الوقت فقلت لها أنه يعني في العمل هذا إن شاء الله هيظهر وهذا حقيقي ومورخ وموجود يعني قصة عمر كيف تعامل مع المسيحيين ومع اليهود وعطاهم من الزكاة وهذا هيظهر فتحمس كثير وعجب عجبت الفكرة وقال لي أبدا تفكر على الله وإذا بس كنت شف ترى بيهجمون وترى بتسمع أشكال والوان ما أود إنك قبل ما قبل ما ياصلك إذا تكون عندك خلفية وتعرف وش اللي ده قال لي بتفكر على الله وبدأ إنه اشتغلنا طبعا عن الموضوع أذكر كنت في أسبانيا باكل وقت كان كان في صديق هناك وقال لي ترى هذا الرجال بيشوفك وبيجي مخصوص يعني عشان يقابلك طلحي جاء يوم جاءني قال لي هذا العمل لازم يوقف كيف قال لي أبدا هذا العمل مرفوض تماما من المؤسسة الدينية قاطبة وراح يجتمع مجلس هيئة هيئة كبار العلمة وراح يسترون بيان والعمل بيوقف فأحسن لك وقف من عندك قلت لا طيب بيسترع على فكرة ترى قطر مشاركينا بالعمل ترى إذا وقفتهم بيعرضون يعني يعرضون القطر ولا تعرض المنحطة ام بي سي ايه كده يعني بالهجوم جاي بهالطريقة يعني وأنا تراي ناس حن لك ووقف العمل لازم توقف العمل يتخير إن شاء الله طلع من عندك عرض العمل واستقبل أحسن استقبال الحمد لله يعني في وقتها وهذه النوعيات موجودة يعني هتشوف بكرة في أعمال كثيرة أكيد أصوات تطلع من هالنوعية بس إحنا تستجيبون مثلا الجابرية وقفتوه ولا لا لا الجابرية مواققة هالكار خطأ لا لا ما كان خطأ مواققة يمكن فيه شغلات بسيطة بس طلبت منهم أنهم يعيدون نظر فيها ويعدلونها ولكن الإيقاف مؤقت وكان بطلب من أخواننا في الكويت ما كان له علاقة بالسعودية على فكرة اليوم المملكة ووزارة الإعلام بالذات وحياة المرء والمسموع من أفضل الجهات الرقابية اللي ممكن تلجأ لها في ترخيص أي إنتاج أنا بدي أختم بآخر جزئيات وطولت عليك بخالد آسف بس بستمتع جدا أنا اليوم بتكلم مع الخبير مع المختص مع الرائد في هذا القطاع يعني أنت ذكرت في مقابلة قبل سبع سنوات أنك أنت بنفسك تشوف الأعمال وتقول إذا جاءت أمور مالية وإدارية هذه ما أنا أحبها وحولها للسي او فأنت تدخل حتى في موضوع المحتوى وإجازته هل هذا صحي لحوكمة مؤسسة إعلامية ولا هذا هو الشغف اللي قاعد يدفعك لهذا الاتجاه وش سر اقترابك من المنتج النهائي اللي يعرض على الشاشة والله شف أبد الرحمن أنا ترى أنا قريب من المبدعين من الكرياتيب يعني أنا حب أجلس معهم وأسمع منهم أمسط يعني أنا استمتع بلس ما أفرض عليهم رأيي أبدا بالعكس أتعلم منهم يعني وأكيد تراكمات من ثلاثين سنة تعلمت شغلات منهم يعني تخيل أنا أنتجت عودة عصويد تعرف هذا عام كم هذا يمكن عام ستة وثمانين ترى أول ما بدأت تقارى ذا كل وقت يعني كان محمد العلي الله يرحمه وناس القصبي عبد الرسدحان كانوا تووم يعني بادين ذا كل وقت ورش شمراني مجموعة كانوا يعني من ذا كل وقت وحنا نمر بتجارب مختلفة وكل وقت طبعا على حسب الوقت فأنا أنا عندي فعلا شغف يعني أنا أحب المجلس مع الكتاب وبعدين مع المخرج ويعطوني تصوراتهم وبعض الأحيان يعني يشوروني في شغلات خاصة إذا هي سعودية أو خليجية خنقول والمخرج أو أجانب أو عرب يعني في بعض التفاصيل ما يعرفون حنا نجتمع ونعطيهم بعض الخلفيات بعض التفاصيل هذا يصير هذا ما يصير هذا ينقل هذا ما ينقل يعني من هالشغلات أو مع الكتاب بعد أحب هذا الجانب أكثر بس ما يخرب الحوكمة أنه في تيم المفترض أنه هو يجيز المحتوى يتابع إذا إذا الرئيس معانا وقال لنا أوكي الفريق معد له دور لا لا هم بس هذا أنا قعد معهم بعد ما يخلصون آآ أوكي يعني هذول كانوا خلاص يعني أنت وخذوا العاطل اللي عندهم كله يجونا حنى حنى شغلات بسيطة اللي يصير أو أو قلهم توكلوا على الله يعني ف دائما أقول لهم أقول لهم تعاملوا معاي أني أنا الكلاينت يعني لا تعتبرون يميسي يعني كان أنا 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 اللي يمكن لفكم بالعمل يعني أنا أنا شاري العمل منكم فخذوا وجهة نظري من هالناح من هالزاوية مش إني رئيسكم يعني لا تاخذونا من أي يعني خذوا وعطوا معاي يعني قلوا لا هذا نقبل فيه هذا ما نقبل فيه عادي يعني فيه هنا سؤال يعني على موضوع القادة الإعلام السعودي أغلب الإعلام العربي الناجح اليوم تلقى نوعا ما مملوك من السعوديين أو أسسوا سعوديين ففيه يعني اكتساح لكن لما نجي لتكلم على الأثر على التأثير على الشعوب على يعني خدمة مصالحنا ما يبدو الموضوع يعكس حجم وجودنا في هالصناعة ليش الإعلام السعودي ما هو مؤثر أوكي سؤال أنا أعتقد جدا مهم هذا يعكس السياسة السعودية السياسة السعودية عمرها ما حاولت إنها تأدلج أحد أو إنها تغير فكر أحد أو إنها تدخل في شؤون أنا قلت لك الملك عبدالله يقول خلهم كلهم يجون يشاركوننا غلط كلمة الإعلام السعودي إحنا ما نعتبر نفسنا إعلام السعودي إحنا إعلام عربي يعني اليوم MBC مصر تنافس القناوات المصرية كلها بمصريتها مو إنها سعودية بمصريتها واللي عاملين فيها كلهم مصريين وهي القناة الأولى في مصر بالنسب المشاهدة فهي قناة مصرية والقناة MBC العراق قناة عراقية واللي فيها عراقيين اللي يعملون فيها كاملين ما فيها سعودي واحد يشتغل فيها فالسعودية عمرها ما كانت بلد لا تتدخل في شؤون الأشقة والدول العربية الثانية بالعكس إذا ما ساعدت مضر في وجهة نظر السعودية وجهة نظرنا معلنة ومعروفة وحنا ننقلها بس ما نفرضها على أحد فهذه بالعكس هذه تعكس حنا خلفيتنا وخلفية المملكة العربية السعودية ولو بقتم بسؤال على موضوع خبرتك وتجربتك ثلاثين سنة لو بتهديها لشاب أو مؤسس لكيان إعلامي أو لشخص مهتم بالإعلام بعد هالثلاثين سنة وش أهم دروس اللي تعلمتها أو أهم درسه تحب تهدي للعاملين في القطاع أو رواد الأعمال أو الشباب المهتمين في القطاع أنا دائماً أحاول أنصح عيالي أنه اسمع أكثر ما تحكي يعني أنا مثلاً حكينا عن بيل كلينتون يوم كان يقولي على الإنترنت والسوبر هايوي وين رايح الدنيا وين أنا كنت أفكر هو يحكي وأنا قاعد أفكر وش هحكي وش المواضيع اللي أبغى أطرحها معاه وش راجع الشغلات اللي في رأسي أبغى أقوله ما كنت مركز كثير على ذلكلام اللي بعدين يوم شفت النتائجه فعلياً لو أنا أخذته بجدية وخذته كان يمكن أضاف لتجربتي كثير وعجل البريك إيفن وعجل الانتقال ويمكن بعد كان دخلنا في مجالات أخرى استفدنا منها مع النقلة اللي صارت مع دخول الانترنت في ذاك الوقت يعني من بداية التسعينات وبنفس الوقت التقنية قاعدة تتغير يعني بشكل سريع جداً وش الثابت أجل؟ إذا التقنيات والوسائل تتغير بالنسبة للمجالنا المحتوى يعني المحتوى راح يكون مطلوب بغض النظر عن التقنية يعني اليوم نظارة الابل هذه الابل برو اذن اسمها ممكن تخليك تشوف الفيلم مثل أعظم شاشة سينما مثلاً أوكي حل هذا يلغي الفيلم؟ لا الفيلم حينشاف مثل ما كان يشوفه بالسينما حيشوفه هنا ومثل ما كان يشوفه بالتلفزيون سابق ومثل ما كان يشوفه لكن لا هي هنا تجربة السينما هو دخل على تجربة السينما أكثر بالصفاوة بالنقاوة بالصوت بالسراوند يعطيك هذه التجربة حتى يمكن يكون 3D ولا 4D هذا اللي أنا فهمته من العرض اللي عملوه بس هذا حيأثر على الثياتر على دور الأرض وليس على صناع المحتوى لأن المحتوى حيشوفه هنا أو هنا بس الثياتر حتتأثر بدل ما يروح ياخذ تذكرة ويدخل ويشوف الفيلم لا ممكن يشوفه هنا فالمحتوى هو الباقي المحتوى والآي بيز بشكل عام يعني أساسية بالنسبة لليشتغل في هالمجال بلومبيرك تقول أنكم تطرحون السنة هذه اكتتاب عام نقدر نشتري؟ ولا بزع علينا بلاش احنا كل الاحتمالات مطروحة كاستثمرين أو شراكات كلها مطروحة وإلى الآن يعني ما عندنا شيء ما في قرار شيء نعلنه بس أنتم كيان ربحان احنا كيان تجاري ربحان واليوم عندنا توسعات كبيرة حتى لو بيصير في مشاركات أو غيره ممكن ما يكون على كل المجموعة على الجزء من المجموعة مع أحد مثل ما دخلنا بشراكة معني يوم في موضوع الجايمينج فكل الاحتمالات مطروحة شكر لك أبو خالد شرفتنا ونبورتنا الله يحفظك الله يحفظك وعبد الرحمن شكرا لكم وشكرا لفهدر قصير في إعداد وإنتاجها الحلقة ياسر الغانم في إدارة التصوير ياسر كدشة مساعد إضاءة وفي تصوير الكواليس عبد الرحمن عبود في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي الإخراج الفني مجد القرشي وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي الإشراف على الإنتاج غيداء التميمي وأصيل بافرط هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيج